اشتركوا في القناة وامل من ضع ليأس وقر من القلب للقلب يتعامل معانا من القلب للقلب يتوجع لمكانا من القلب للقلب اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامجكم من القلب للقلب الحقيقة النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا ومميزة جدا وعنوانها ملوك وكهنة دي في الحلقة النهاردة شخص غالي علينا وفي ناس كتير بتسمعوا والحقيقة كان حلم وحلم السماء انه كان يجي امريكا ويكون بيسجل معانا في قناة الكرمة دي في الحلقة بنرحب بالدكتور نادر شوقي اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا فتا اهلا بك مبسوطة اكون معاك جدا وانا مبسوطة جدا ان الحلم تحقق امين من خمس سنين يا دكتور او من سبع سنين واحنا بنتكلم على مجيئك وان ربنا يبارك امريكا بحضورك والنهاردة الرب استجاب الرب صالح كل حاجة في وقته في وقت دي حقيقة طبعا معظمنا عارف الدكتور نادر شوقي هو مؤسس خدمة مميزة جدا وهي خدمة حياة جديدة كلنا بنسمع الوعظات بتاعته والخدمات بتاعته وبنرتفع بيها جدا وبندخل في اعماق جديدة ابتدت الخدمة في التسعينات ومن يومها وهو طالع بينا واخدنا على مشوار ومشوار جميل ورائع اهلا بيك يا دكتور مرة تانية اهلا بيك يا بيت انا عارفة انك دكتور دكتور نادر شوقي دكتور بشري تمام واختلفت الاقوال اللي بيقول الدكتور نادر شوقي من سويس واللي يقول لا ده من منيا وكل واحد بيقول من حتة اصلا انت منين انا موليد القاهرة اهلا بيك اسرتي والدي منياوي والدتي اسيوتية تربيت في القاهرة ونشأت في القاهرة اشتغلت في بداية شغلي في القاهرة في مستشفى التأمين الصحي نقلت بعد كده للسويس بسبب الخدمة وابتديت الخدمة من السويس والإسماعيلية في أوائل التسعينات فعلا في أوائل التسعينات وبعدين النهاردة الخدمة بتاعتك منتجرة تقريبا في 13 دولة زرنا في 13 دولة يعني خدمنا في 13 دولة عربية خدمتوا في 13 دولة عربية غير الدول الأفريقية وغير الفريق النهاردة بيتحرك لبلاد كتير أكتر وكمان من كده عجباني قوي كلمة الفريق نعم لأن سنتر الخدمة مش بيبقى شخص مية في المية بيبقى ملك الملوك ورب الأرباب وهو اللي بيرسل نعم قد إيدي جميلة قد إيدي جميلة يعني حضرتك كمان بتخدم على الميديا المسيحية وفي قناة الكرمة نعم لي خدمة خاصة جدا ومؤيزة جدا هنشكر الكرمة من أجل الباب ونبارك الكرمة من أجل الأبواب المفتوحة في الكرمة دي لأنها محتاجة صلاة من كل المشاهدين ومحتاجة صلاة مننا لأن دي أبواب لها تأثير غير عادي أنت شايف أبواب الميديا المسيحية وقناة الكرمة أي الدور اللي أنت شايفه أن القناوات دي بتعمله النهاردة في المتغيرات الكتيرة اللي احنا شايفينها في العالم كله القنوات بتوصل لحيتة ما حدش يقدر يصل لها قنوات بتوصل لناس ما حدش تقدر يجو الحيتة فيها خدمات قنوات دوبت حواجز وفروق كتيرة جدا ما بين أفكار وطوايف وقنوات جمعت جسد المسيح في بعض أحيان كتير قدام الشاشة قنوات تأثيرها غير عادي عشان كده بتحتاج صلاة كتير لأن عليها حروب كتير لكن الإيد المرفوعة لأنه خدمة القنوات خدمة بتطلق كلمة الرب إلى ما هو أبعد من أربع حطان في كنيسة أو في مكان أمين أمين نشكر ربنا على قناة الكرمة ونشكر ربنا على الاتساع وعلى الويندو المفتوح للعالم اللي بيوصل للناس في حطة يعني ممكن بيكونوا بيستخبوا بالتليفون عشان يتفرجوا عليه يعني بسمع حاجات كتيرة أن واحدة بتاخد التليفون وتغطل بيه التوالات عشان محدش ياخد باله وتسمع اللي هي عايزة تسمعه بنشكر ربنا على خدمتك في قناة الكرمة بنشكر ربنا على خدمتك المؤسرة المغيرة يعني قادر أقول أن ربنا بيستخدمك في الـ أو في الوظائف الكنسية خاصة للمسحة النبوية والمسحة الرسولية ويمكن التأثير بتاع الأعلانات أو التعليم النبوي النهاردة ليه تأثير جامد جداً وبياخد ناس علشان يطلع بيها ويروح بيها مشوار علشان يحقق ويكبر في الملكوت لما ابتديت الخدمة يا دكتور ضروري فيه ناس أثرت في حياتك مين أو فيه خدمات أثرت في حياتك قل لي على الحاجات اللي ربنا استخدمها تشيب يور منسري أن تشيب يور لايف ويور برسوناليتي بسي أنا تباركت كتير أنا أعتبر نفسي في الحتة دي أنا يعني تباركت جامد لأنه كتاب مؤدس يقول لكم أباء قليلون أنا ربنا باركني بأباء كثيرون فأنا تعلمت واتلمست على تاريخ حاجات كتيرة بدلا من كيسة أردوكسية من أباء كيسة أردوكسية لأباء في الإيمان كثيرين من طوايف مختلفة فمصادر النعمة اللي ربنا استخدمها في حياتي كتير جدا أدين ليهم كلهم بالفضل طبعا أشهرهم أو أكثر شخص وأطول فترة أثرف على حياتي والأب دانيال براموسي لكن أكثر يعني أكثر شخص أثر لفترات طويلة في حياتي هو الأب دانيال لكن كم الأباء اللي ربنا باركني وتعلمت منهم كان كتيرين جدا وأدين ليهم كلهم بالفضل وبعظم الرب من أجلهم كلهم قد إيه شيء غالي قوي قوي على قلب الرب إننا نفتكر الناس اللي أثروا في حياتنا وطلعونا للخطوات دي إذا مش هنطلع وحدنا خالص وده عمل ملكوت جيل بيسلم لجيل جيل بيعلم جيل دي حقيقة دي حقيقة مصادر النعمة رب بيستخدم حاجات كتيرة فبيستخدم أشخاص طول الوقت بيستخدم الكل للبعض كمان فيه أباء في الكنيسة فيه أباء علمونا كثيرا وكمان بعضنا نحو بعض الملكوت متشبك مع بعض يفات الملكوت مفيش جزر الملكوت متشبك الممكن يبقى فيه خدمة مش عارف إيه أو خدمة مش عارف إيه بس الملكوت فوق كل ده خالص الملكوت بيوحد بيربط بيشبك والنعمة المنسكبة على حد بتنسكب على الآخر والنعمة المنسكبة على الآخر بتنسكبة على الواحد لأنه الملكوت المتحد مش ملكوت واحد مش ملكوت خدمة ملكوت ملك الملوك بس ه hellu ya عارف يا دكتور ياس ربنا بيستخدم ناس علسان تزوقنا في السكة اللي هو عايزنا نروحها وبيستخدمهم في حياتنا لكن إحنا كمان علينا دور القضاء الوقت مع ربنا إننا نقضي الوقت مع ربنا إننا نتمتع به مش هعتمد بس على اللي تعلمته أو اللي أخدته من الأباء كل واحد ليه علاقة خاصة مع الرب واضح جدا في الخدمة إنك أنت بتقدي وقت كتير مع الرب إديني كده اللامحة إزاي أدخل في العلاقة دي وإزاي أقدي وقت مع الرب عشان يوصلني لإني أخذ أعلانات سماوية تغير العالم إيفت إحنا تربينا كلنا نشأنا على وقت اسمه الخلوة الفردية وده مهم جدا بس أنا بحيث الكتاب مؤدس بيقول إنه به نحيا ونتحرك ونوجد أي حاجة بر العلاقة ما بتتحسبش حتى لو أنا في الشغل حتى لو أنا في مشغول مع ولادي أنا به أحيا وبه أتحرك وبه أوجد جزء العلاقة الشخصية مهم جدا لأنه أنا على مستوى شخصي يعني لو أنت بسيجي على مستوى شخصي على مستوى شخصي ما نفعش أقابل حد إلا ما قابله هو الأول ما نفعش أشوف وش حد قبل ما أرى وجهه هو الأول فمن أول سرير أنا حتى بشارك كده في الخدمة عندنا يعني أنه من السرير أنا بنزل وبقول لهم كلكم لازم تعملوا كده تنزل من السرير على رجبتك جنب السرير قبل ما تشرب كافي قبل ما تغسل وشك قبل ما تعمل أي حاجة حتى لو دقتين حتى لو خمس دقايق حتى لو مجرد رفعت ألجي ومش جوايا صلى لأنه لسه منعوز لسه أين من نوم مجرد وجهه هو أول وجه يجب أن أرى في اليوم وجهه هو آخر وجه يجب أن أرى قبل ما أخش أنام فمؤكد فيه ثوابت في حياتي شخصية بقضيها أنا وهو أول حاجة في اليوم وآخر حاجة في اليوم أو في نهاري ده وقت بقضيه ده ثوابت فيه بقدم له اليوم بطلع صلوات عندي حاجات مهمة لازم أسللها بغطيها بطلب غطاء الدم والعهد على اليوم وعلى أنا عارف إيه اللي حيحصل خلال اليوم بغطي حاجات كتيرة وفي آخر اليوم بأشكر وبغطي نومي وبغطي الليل وبغطي تاني يوم بس ده ما بيلغيش أنه لازم وقت بقى ثالث ليا أنا وهو بيبقى هادي جدا بتكلم فيه أقل بسمع فيه أكتر الكلمة فيه أكتر الكتاب يعني دراسة ولا تأمل كل حاجة في بعض الأحيان دراسة في بعض الأحيان تأمل في بعض الأحيان أقوم فاتح البيبل وأقوم عمل سيرتش على كلمات هو بيقول هالي حيبقى بقضي وقت معايا ده وقت أنا ساكت فيه وقت هو بيهمس فيه وقت بحط روحي قدامي قدامه وبسكت بهدأ زي ما يكون صبح وبالليل أنا بتكلم بغطي لكن الوقت الخاص التاني ده وقت هدوئي وقت كلامه هو وقت الامبرتيشنز بتاعته الحاجات اللي بتتنقل من حضوره لروحي وقت بفتح فيه أحشائي ليه علشان هو يحط لأنه بدون كده ببقى إشرة من برة بدون سبستنس بدون حقيقة جوه ده مش مربوط بالخدمة مش مربوط أنا عندي اجتماع مثلا فأنا باخد خلوتي عشان عندي وعزة ده مقدرش يعيش ودم مش مربوط بالوع يعني الوعزة ده قصة تاني لو أنا عندي خدمة ده وقت تاني الوقت ده ده وقتي أنا وهو ده وقت الوجبة الملوكية بتاعته وده وقت أنا بتغير فيه قدامه ضروري بتقرأ كتب يعني hearing you all the time بس معك باستمرار بشوف من وراء الستار إنك أنت you're a good reader you read علشان خاطر تاخد المادة اللي بتقراها وبتشوف إزاي تماجد الله وإزاي تفتح يعني مش عارفة عبر عنها زهني وأفكاري فيها اللازم نفضل نتعلم لو بطلنا نتعلم عمرنا حنكبر حتى في بعض الحين حتى لو كتاب ما فيهوش معلومة فيه ناس كتابة بدور على معلومة أنا مش دور على معلومة أنا بخلي الكتاب يحرك المية جوايا لأن لما المية بتتحرك حتى لو بيقول نفس الكلام اللي أنا عارفه أو شاركت به في يوم الأيام بيحرك المية جوايا ولما المية بتتحرك المعجزة بتحصل فاكرة بركت بيت حازده كلها ما فيش حاجة بتحصل لغاية لما المية تتحرك ولما بتتكلم عن المية هنا بتقصد الروح قدس جواك الروح قدس الجوانا الروح قدس الجوانا أنتم هيكل الله روح الله ساكن فيكم تجري من بطنة أنهار ماء حية قال هذا عن الروح قدس لما الميلاك كان بيوزي الحرك المية كان اللي بيلمس مية محركها السمى بيحصل معاه معجزة ومقاصد الرب ان المية الجوانا دي أنهار الروح القدس اللي جوانا متحرك الكلمة والكتاب والصلة والحضور الإلهي بيحرك المياه الأنهار جوانا فبنعيش وبيطلع إعلانات وبيطلع أكيد إعلانات طيب بين الكتب اللي بتقراها والوقت اللي بتعود تجهز فيه والوقت اللي بتتمتع فيه بحضور الرب والوقت اللي بتغطي فيه ده طول النهار طيب بتلاقي وقت ازاي أنا عندي أسرة وعندي ابنة وعندي وأنا بحب عيش مع أسرتي وبحب أنزل أجيب الخضار والأكل معاهم وبحب بالعكس وعندنا أوقات خاصة ده أنا ممكن أتمتع بحضور ربنا وأنا بلعب مع بنتي وأنا بحضن بنتي لأنه ما فيش فرق أنا به أحيا وبه أتحرك وبه بربي بنتي وبه بعيش مع زوجتي وبه أوجد فلو بنفصل عنه يبقى أنا عايش في الجسد لو أنا روحي ملتصقة به وده بيحتاج تمرن يمكن البعض بيسمع كلام وليس وعزة نو مش وعزة ده مجرد تمرن ده ترينينج بيحصل جوه أرواحنا أن أنا مدركه بالحضور الإلهي وأنا بلعب مع بنتي فأنا مدرك أنه هو ثالثنا وهو أنا وبنتي ومراتي فهو رابعنا هو موجوده للوقت فمدركه زي ما مدرك وجود زوجتي ومدرك وجود بنتي أنا مدرك حضوره جدا لأنه هو اللي بيخلي الحياة حياة طب دينا حاجة عملية كل ده مش عملي لأ أنا عايزة يعني ديني قصة عملية عن وقت أنت بتقضي فيه بتلعب مع بنتك وبتقضي وقت مع مراتك وبنتك وقلوا فصدن الرب معكم وكلكم تتكلموا عنه وكلكم تحسوا بيه وتتنقل يعني تبقى القعدة كده وهو الرابع بتاعكم يعني ناس كتير تقول لا اللي يعني يهتم بمراته أو بنته أو بأب أو أم أكتر مني فلا يستحقني وبعدين تبتدي ترجع وبتدي تقول آه أسانة خادم ويبتدي البيت يهمل ويبتدي نتائج الإهمال تبان ما فيش كونفلكت ما لازم يبقاش فيه كونفلكت ما فيش صراعة ما بين ده وده لو البيت كله فيه محبة لو البيت كله محصور في الحضور الإلهي لو إحنا كلنا بنحب حضور ربنا أو حتى لو فيه بيت مش كل الأفراد بيحبوا حضور ربنا وفيه واحد بيحب حضور ربنا ففيه حاجة بتشعع فيه حاجة بتتنقل فيه حاجة بتتغير أنا ناس كتيرة ببقى موجود في أسر والأسرة فيها مشكلة وفيها بس أعد ونعد أعد يعني فاكرين بقى آه جالنا الأخ نادر فحيتكلم بقى في مواضيع يعني عشان يحل المشكلة اللي في البيت فأعد أشرب وادحك معاهم قبل ما نخش في الجد يعني بعد عشر دقائق يقولون نحن حاسين بسلام القصة مليهاش دعوة بشكل روحي نمطي القصة لها دعوة بواحد في الأسرة أين كانت الأسرة مدرك الحضور الإلهي وبيجيبه على حياته على قلبه وبيقعد بيه في وسط الأسرة بيتحك معاهم بيأكل معاهم بيشرب معاهم بهذه البساطة فيه حاجة بتتنقل فيه سلام بيتنقل فيه حضور بيتنقل فيه بلاتفورم فيه أرضية بتتفتح للروح القدس إنه يشتغل في حياة الناس الموجودة وفيه سبيس يعني ما بقاش الدنيا الناس مجدودة فيه سبيس والسبيس ده بيسمح إنه نضحك نلعب نقوم مصليين فإنه نحكي عن ربنا وبقى نحكي عن الأكل أو عن أي حاجة أو عن اللي حصل في العالم أو عن اللي حصل في العالم أو عن أي حاجة بس كلها مغلفة بإدراك الحضور الإلهي يا ما بيحصل نكون مثلا أنا وأسرتي في حتة حتى شخصية خارجين كده ويجي حد أنا عارفك ويقوم بسلم علي وأنا محتاج بيصلي وما فيش أي برغم أنه وقت شخصي بس بيصلي مع الناس موقف اللي احنا بعمله مع مراتي وبنتي وبنصلي مع الناس لأنه هي كلها ماشية سموذ ماشية بسلاسة تلقائية تلقائية فمثلا الأب هو أنت تعلمت كده من بابك أنت تعلمت كده من بيتك من مامتك من علاقتك وكانت مع بعض كده فأنت بتطلع وبتحمل الحاجة الجميلة دي معك هل ده كان الحال في حياتك الشخصية؟ لا ما كانش الحال في الحياة الشخصية يعني الحقيقة والدي ووالدتي يعرفوا رب من خلال الخدمة يعني ما كانوش وما كانوا أهل طيبين جدا أهل رائعين جدا بس عارفوا رب مؤخرا في حياتهم يعني هما الاتنين في السماء دلوقتي لكن هما كان أهل مليانين محبة وعايزين حضور ربنا القصة كلها أنه القصة مش كالتشرز ممكن يكون فيه ناس بيسمعنا مش خارجة من أسرة زي كده ممكن يكون خارجة من مختلفة التنوع يعني اللي بيحصل القصة مش القصة أنه فيه فيه مجتمع اسمه الملكوت والمجتمع ده بيطلع قيم قيم الملكوت هي اللي بتسود على أسرة أو على خادم أو على خدمة أو على كنيسة أو على أي حد قيم الملكوت هي محبة فرح سلام ملكوت الرب ليس أكله وشرب ملكوت الرب ليس ومحبة فرح سلام وقوة دي موصفات كتاب مؤدس في روميا وكرونسوس تجمعتها هي محبة فرح سلام وقوة الروح القدس يعني محبة فرح سلام بر يعني بر بر يس فرح سلام وقوة وقوة دي كلها دي المحبة بتغلفها عشان كده قلت المحبة يعني فعايزين نحط كلمة محبة يبقى هما خمسة فهي بر فرح سلام قوة ومحبة دي قيم دي حاجة بنمسكها بنمسكها يعني يعني بنمسكها يعني بنصر عليها دي المبادئ أي حاجة تكسر المحبة يبقى مش مش في قيم الملكوت أي حاجة تكسر البر ويا الخطيئة مش بتكسر الملكوت أي حاجة تكسر الفرح الكلمة اللي تكسر الفرح في البيت ضد قيم الملكوت فبتكسر المجتمع اللزازة سوري في تعبير اللزازة يعني الحاجة اللذيذة في البيت أجمل حاجة محبة فرح سلام في البيت بالضبط فبر محبة فرح سلام وقوة دولها مش كلمات طيرة نتواحز بيها دولها اختيار أنا بختار أني أحب فكرة في آية في فليبي يقولك كل ما هو مسر كل ما هو جليل كل ما هو حق ففي هذا افتكروا كن ربنا بدينا مينيو ده اللي عندنا في الملكوت فكر في ده في ده في ده في ده طب لا أنا عايز أفكر في الخصام ده مش في المينيو ده مش موجود في القائمة فيبقى خركت برا الملكوت ولما بنختار الملكوت هو اللي يسود في الكلام في العلاقات في المحبة في الابتسامة في التواضع الجو بيتغير يعني الجو بيتغير بيبقى مليان رجاء بيبقى مليان نعمة والمعجزة بتبقى جاهزة علشان كده في قوة في الملكوت يعني البر والفرح والسلام والمحبة دولة النتيجة طبها في قوة المعجزة بتبقىش صعبة مش بقى بنصارع علشان يا رب المعجزة جاهزة الاتموسفير فرش الطبخة جاهزة انها تقوم طلعة ان قوة رب تلمس ليه لانواجد مجال انه يعمل ويعمل ويعمل لان الجو جاهز انه جاهزة جاهزة ان احنا نعيش في الفرح وفي السلام يعني ساعة تروح كده عند الناس تبص تلاقي ياه انا مش بحب اروح المكان ده المكان ده كله كآبة وبروح اشوف ده بيحصل قلبي بينقبد لكن احنا كأولاد الملكوت حاملين حاملين خصائص الملك واخدين الدي ان بتاعته دي ان اي بتاعته لو احنا واخدين دي ان اي بتاعته وفيها الفرح والسلام والمحبة وكل الحاجات اللي تبني المجتمع اللي حوالينا وتبني البيت اللي حوالينا لو بيتي مش واقف كويس مش هقدر ابني كنيسة مش هقدر ابني خدمة مش هقدر ابني تلفزيون مش هقدر ابني برنامج مش هقدر عمل اي حاجة كاملوك وككهنة وده علوان الحلقة بتاعتنا النهاردة كاملوك وككهنة لينا سلطان تعلمنا منك كتير في السلطان الإلهي تعلمنا منك كتير في كلمتنا اللي نتكلم بيها لإعلان هذا السلطان الإلهي اتعلمنا من الحاجات اللي بنسمعها منك اللي معلنة في الكتاب المؤدس اللي الله بيعلنها من خلالك يعني إيه؟ إن أنا بعيش بسلطان وإبليس مش هو كلمة الأخيرة لي لكن أنا بتصرف في الأرض كملك وككهن الديني فرق بين الملك وبين الكهن ببساطة ده حق كتابي ده مش فكرة خادم ولا ده حق كتابي معروف معلن يعني ببساطة في آية حلوة أوي في الرؤية الصح الأولاني الذي غسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا يعني ده للكل غسلنا وجعلنا غسلنا من خطيانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهن ما عرفش عنك بسانة ربيت بس مع الآية دي ويقول الله آية جميلة وأم زحلقها ومعديها ودوروا على الآية الوراه لكن الحقيقة الآية هامة جدا وغالية جدا هو غسلنا من خطيانا بدمه كل واحد فينا إنه جعلنا فبالتالي ملوكا وكهنة مش فكرة لذيذة مش فكرة تأملية وعظية نتوعز عنها مرة وبعد كالأسبوع اللي وراء لابوا بقى نفكر في موضوع تاني الحقيقة دي الوظيفة الروحية بتاعت كل ابن وابنة قدام الرب غسلنا من خطيانا بدمه فبأسرنا مقبولين مقبولين نعمل إيه مقبولين نقف قدامه وده الوظيفة للمؤمنين ككهنة بنصلي بنقدم عبادة قدم تلباط بنقدم شكر بنقدم تزبيح بنقدم حمد بندخل قدام العرش ككهنة قدام الرب ده للكل ده غير وظائف اللي بتبقى فيه طائفية لها ده وظائف كنسية لكن ده للمؤمنين غسلنا وجعلنا وسوريا إذا دخليني أكررها تاني ده بنفس أهمية غسلنا بمعنى أن ده التكميل الطبيعي للفدة غسلنا من خطيانا بدمه ثم جعلنا ملوكا وكهنة فبنخش قدام الرب بنقدم عبادة تزبيح شكر حمد طلباط بنخرج من قدام الرب كملوك ليه؟ بقول تعبير دايما جاء وقت دخول الكهنة وقت خروج الملوك للعالم العالم ما بيشوفش ملوك فينا العالم بيشوف في مؤمنين مخسورين من خطيانهم بالدم لكن متعورين متجرحين متعبنين ظروف أحداث حياة بيشتكوا لو الوظفتين دول حصلين في كل المؤمنين شكل المؤمنين بتغير خالص لما بيقفوا قدام الرب وبيقدموا شكواهم ما فيش مشكلة بيقدموا تلبطهم هم موقعين هم عايشين في العالم بيمروا بظروف الطبيعية بيقدموا تلبطهم بس بيقدموا حمدهم كمان بيقدموا شكرهم كمان تسبحهم كمان لما بيتدوروا من قدام الرب في حاجة بتحصل قدام الحضور الإلهي ده بتحولوا إلى ملوك لأنه هو ملك الملوك ولهو الملك بتاعي يبقى أنا ملك لأنه هو ملك ملوك مش ملك بمعنى أنا بتعظم ملك بمعنى سلطان ملك بمعنى قوة تنفيذية للي هو الهولي ونواقف قدامه ككاهن لما يقول لي يا نادر عيش القداسة أنا محتاج سلطان في الحياة اليومية عشان أعيش القداسة ولما يجي يقول لي يا نادر اخدمني بقوتي ما أقدرش أعمل حاجة فمحتاج سلطان عشان أخدمه فبقف قدامه ككاهن رافع وجهي لي بتنقل من قدامه في حاجة تنقلت في حياتي فبقابل العالم باسم ملك الملوك كملك هو اسمه رئيس الكهنة فإحنا كهنة هو اسمه ملك الملوك فإحنا ملوك فدي هوية للأسف فترات طويلة بتتنسي أنا عمال بتكلم وقاطعتك بس أنا عمال بتكلم أنا أسف حتة ملك وكاهن وأن أنا ببقى ملك أو ملكة بعد ما بقعد قدامك كاهن يعني البداية أن أنا كاهن نعم أشكرك جدا البداية أن أنا كاهن مش أن أنا ملك أشكرك اللي بيخليني ملك أن أنا كاهن أن أنا كاهن يعني القعدة معايا والقعدة قدامه ببساطة كده بععد قدامه باخد منه بياخد مني باشتكيله بكلمه بفتح قلبي بيفتح قلبه ده بيديني قوة وسلطان علشان لما أواجه موقف أنا كنت مع مين أنا خدت إيه الوقت أنا وهو ككاهن ده المطبخ اللي بيطلع المنتج اللي بواجه به العالم فمينفعش أواجه العالم من غير ما أطلع المنتج أنا بقول مثلا بسيط فوجودي كشخص بيقدم عبادة وتزبيح والطلبات والصلوات ومخاوف وكل حاجة بطلعها بفرشها قدام الرب نعم كأب يعني أنا ما يصالف معاه بالزبت مش محتاج أن أنا يبقى أترسم لا خالص بالعكس المظهرية هي اللي جابتنا وراء هي اللي بتخلي المؤمن من ضعف بالزبت لأن بعض قدام الرب بتنقل من قدامه بخرج في حاجة نقلت لينا فبخرج من قدامه بشكل بنعمة بسلطان بحضور جاي من وقفتي قدامه بحضور قدام العالم كملك مش جاي مني أنا بس أنا عارف هو جاي من مين هو جاي من الملك اللي أنا كنت واقف قدامه فالعالم بيواجه شخص منظره عادي منظره طبيعي فتاة منظرها طبيعية جدا بس هذه الفتاة في حاجة عليها من مسحة ملوكية فهي ممكن تكون فتاة بسيطة جدا غلبانة جدا في مكان بسيط جدا وجاي من أسرة عندها مشاكل كتير قوي بس هي بتعرف تخش وبتعرف تخرج مدركة حضوره على حياتها فالجميع يروا في حاجة بتحصل وهذه الفتاة بتصنع تأثير مختلف خالص وهل اختياري أن أنا أسلك كملكة بعد أعادي ككهنة معا ده اختيار؟ ده إدراف لا إدراك واختيار ولا أنا بختار أدرك هيئة ببساطة هو إدراك حضوره كل الوقت لو أنا مسدق الآية إنه بدونه لا أستطيع أن أفعل شيء فأنا محتاجه دلوقتي وإحنا عاديين فأنا قاعد بكلمة كيفت بس أنا مدرك حضوره هنا فهو موجود مش موجود ككلمة الله موجود لا أنا مدرك جدا حضوره فستينا ولأني مدرك جدا حضوره فستينا أنا أنا مميل كل حاجة في نفسيتي وفي مشاعري وفي قلبي وفي أفكاري زي ما أنا شايفك وحاسس بيكي وبتكلم معاكي ومركز أنا مركز جدا معاه هو كمان أنا أتمنى أن الفكرة دي تكون وصلت للمشاهدين يعني أعادي مع الله وأعادي مع حبيبي أعادي مع أبوي أعادي مع اللي بفتح له قلبي ده بيديني إحساس وبيديني إدراك بأنا مين لإني المحبوبة اللي قاعدة معاه أنا المحبوبة اللي اخترت أقعد معاه واخترت أتمتع بحبه ومن الحب ده ومن علاقة من العلاقة دي عملني ملكة أخرج للعالم أواجه موقف مش هتصرف بدعف بس هتصرف بقوة المحبوبة هل قوة المحبوبة وقوة المحبة اللي أنا أخدتها فأعادي قدامك كهنة بتديني هذا السلطان ده نتيجة طبيعية يعني النتيجة الطبيعية زي ما يكون أتنين أصحاب فبيبهاتوا على بعض بعد شوية لهم يتكلموا زي بعض بعد شوية لهم يتكلموا نفس اللغة بعد شوية لهم يفكروا نفس يعني وحد يقابل حد يقولوا أنت تعرف فلان منزارك شبهه لأنهم كان أصحاب الصداقة مع الرب الروح القدس الصداقة مع الرب الروح القدس بالتامل صداقة اليسوع لأن ذاك يمجدني وروح القدس مش بعيد عن أي حد من المشاهدين لأن الروح القدس ساكن جوة كل حد هم هيكل الله روح الله ساكن فيهم فكل حد بيسمعنا فالصداقة مع الروح القدس هي صداقة لصيقة إدراك الروح القدس وإدراك حضوره علينا وفينا وحوالينا ومعانا لأنه هو البركليتوس الذي يأتي بجوارنا وبيسندنا وبيعزينا وهو الساكن فينا هو اللي بيملانا حوالينا فإدراكنا نحن مغموسين متغرقين ده قلب الرب ده قلب الرب بدونه ما بنقرفش نعمل حاجة قصة كلها حضور إلهي يا إبادة قصة كلها إدراكنا هو بيحيد كل حاجة فينا لما بيعمل كده وبتصاحب بقدرك بتمشى معاه وانا بعمل كل حاجة بيبهت علينا عارفة لما قالوا على بوترس كده عارفوا وجدوا أنهم عميان لكن عارفوا أنهما كان مع يسوع يسوع بهت على بوترس يحنى يسوع بهت عليهم في حاجة عميين صيادين سمك عاديين ودولا كانوا الفرسيين وكل حاجة نظروا أنهم عميان تغير كده في أعمال أربعة لكن عارفوا أنهما كان مع يسوع يسوع بهت عليهم يسوع بيبهت علينا كل ما احنا عمين بنتواصل معاه وجزء من اللي بيبهت علينا محبة وسلام ونعمة وكمان سلطان كمان سلطان لأنه هو كلي السلطان طيب اديني مثل على السلطان اديني مثل عاملي على السلطان مثلا خرجت من القعدة معاه وانا مت متعبي جدا طلعت ابتدت اواجه مشاكل لقيت خناءة في البيت ازاي اواجه هذا الموقف بالسلطان اللي انا واخده من قعدة الحب اللي كنت معاه هو فيه ليفلز كده انا ااخد المثل اللي انت يقولتيه علشان يعني يبقى مثل عملي بس هو فيه مستويات كتيرة في المثل ده يعني ممكن اخرج من القوضة اجد مشكلة في البلد ممكن اخرج من القوضة اجد مشكلة حوالي او اخرج من القوضة واجد مشكلة في البيت ااخد مثل اللي انت يقولتيه بتاع البيت ده لأنه مختلف في التعامل كثير ناس تصور السلطان هو صوت عالي أو السلطان هو انتهار فأخرج لأي مشكلة باسم الرب يسوع اللي انتوا بتعملوا ده غلط ما ينفعش في الحتة دي السلطان ما بنفعش أقول كلمة الرب بدون روح الرب فروح الرب هو اللي بيسبق هو اللي بيعمل الأجواء للسلطان ويتحرك فلو فيه خناءة في البيت بالضبط الروح بتاعة الرب اللي عايزة تعمل سلطان لحسم مشكلة في البيت هو روح حب وروح تواضع مش روح انتهار وزعي لأن الانتهار وزعي حيهيج المحبة والتواضع حتصنع معجزة لو الناس هيجة في البيت وأنا خارج من حضور الرب بس أقوم داخل في وسط حاجة بمحبة بتواضع بهدوء بكلمات بسيطة آه كلمات بسيطة بس فيها سلطان كلمات بسيطة بس مش بتلغي الحق كلمات بسيطة بس مليانة حب وتواضع وحق في حاجة بتحصل في الجو الإبليس اللي وجد مجال أصلا إبليس بيجد مجال في الأسر بسبب الصوت العالي والأنا العالية وكل واحد عايز حقه لما إبليس بيجد حد ملك بس جاي بتواضع يكونش ده يسوع ملك جاي بتواضع إبليس نهار في الصليب فلما قال لا أنا لما المسيح قدم نفسه ولما إحنا بنبقى لا أنا بل المسيح يحيى الأجواء في البيت بتتغير لو القصة بقى خارجية لو القصة حاجة في البلد حاجة في البلد هنا الأمر بقى بيحتاج أني أقف وروح المسيح يتحرك يعني أخلي روح الرب يطلق صلوات وأرفع إيدي وصلي من أجل الأمور أو داخل على مقابلة مهمة عندي مقابلة مهمة في الشغل فأنا صليت من أجلها وكل حاجة وستدور وحلب السيدوني عندي مقابلة مهمة في الشغل سمحتك سلطان فبقى في قطي وأقوم رفع إيدي يا رب تحرك بحضورك حرك جيش ملايكتك حرك اسمك يا رب بغطي الدم الأشخاص اللي حقابلهم فبقوم صلي مغطي أجواء المقابلة اللي أنا رايح أو اللي أنا خايف منها أو اللي فيها قرار مهم ممكن يخرج فبقوم مغطيها بسلطان لأن أنا قدمت للرب طلبت قدمت تلبط وبقى أم تدور وأم مغطي كل حاجة بسلطان الملك اللي أنا كنت واقف قدامه ده حصل يمكن بنا من كم يوم وقت الحرايق اللي كانت موجودة في كاليفورنيا وكانت قدام بيتنا وكنا شايفينها وبالصدفة أن أنت تكلمت لكن قبل كده كان دخل ديفيد سامويل عندنا في البيت وإحنا كناش عارفين إن في حريقة أنتوا يا جماعة مش واخدين بالكواد الحريقة في الشارع ووراكم الحريقة في الجبل قدامكم وبعد أنت تكلمت وابتديت أن أنا أنتهر النار وأتكلم للنار بإسم الرب يسوع تقفي عند حدك وما فيش إنسان ولا حيوان يندر في البلد والبلد كلها تنقص لأن فيها أولادك أنت تكلمت بعديها بالصدفة وقلت لك يا دكتور في نار حوالينا في البيت وإنت كان الرب مديك كلمات من أول السنة على حرائك وحروب وأنا شفتها عمليا لما تكلمنا للنار بسلطان نعم إزاي أن الحريقة ما قزتش لا إنسان ولا حيوان نعم نفس الشيء على بلادنا نفس الشيء حرب سامع أخبار حروب سامع مشكلة مع أولادك في أي مجال سواء في البيت مع الولاد في الشغل في البلد في الأخبار اللي احنا بنسمعها نعم أواجيها بنفس الطريقة نعم بس إفت رئيس هذا العالم إبليس يعني معظم الناس عارفة الآية بس زي ما يكون برضو بيتنسوها ويقول كله من ربنا رئيس هذا العالم إبليس ففي حاجات كتير إبليس بيعملها من شر ورب حط الكنيسة زي ما كان آدم موجود في الأرض في اليوم السابع وقال له اخضع الأرض تسلط بمعنى يهي اخضع الأرض تسلط يعني يعني السلطان هو اللي بيحول الأرض اللي مش مخضعة للرب ليه سلطان الرب فالكوميشن الإرسالية من أول يوم من سفر التكوين باركهم بارك آدم وحاول قال له اخضع الأرض الأرض مش مخضعة اخضع الأرض تسلط لما آدم سقط فقد الإرسالية على حياته ودى مفاتيح الأرض لإبليس ورئيس هذا العالم إبليس بزرع لما جرع بيسوع وحسم المعركة على الصليب والقيامة وقال ايه في آخر حاجة قال دفع عليها السلطان فنخبت المفاتيح من إبليس بديها مرة تانية للكنيسة قال كده في متة 16 وقال كده في الإرسالية في متة 28 فقال دفع عليها كل السلطان فاذهبوا ايه قولوا ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض اذا ملكوت الرب مش على الأرض اذا دور ولاد الرب هو إطلاق من خلال صلوات ومن خلال إيمان خلال المفاتيح بيدها للكنيسة أن تأتي بالملكوت من السماء كما في السماء والمشيئة كما في السماء كذلك على الأرض لأنها مش على الأرض هنا دور السلطان هنا دور الكهنة والملوك فالكهنة معظم المشاهدين عارفينها بنصلي بنرفع صلواتنا مهم أو التسبيح والحمد بس الناس كتير بتنسى بتصورنا شكوى بس لكن بعد كده هنا دور الملوك هو إخضاع الأرض لأن الأرض الأرض محتاجة يعلن فيها أنها تسترد للرب فنفس الإرسالية إرسالية بتاعت آدم اخذها الأرض تصلط اذهبوا إلى العالم أجمع ماشي وكلما بيزداد الشعب اللي أبناء للرب عمدوهم علموهم ليه لأنه أول ما بيزداد شعب للرب بتفتدى الأرض ليه لأنه بيملوا الأرض بيعلنوا بالر رب على الأرض بيعلنوا سلطان رب على الأرض بيعلنوا ملكوت رب على الأرض فأولاد الراب دورهم كملوك هو استرداد الأرض مرة تانية للرب الأرض دي نفوس والنفوس إلا على الأرض للرب دايما الحتة بتاعت إبليس هو ملك الأرض دلوقتي أو هو بيتحرك في الأرض دلوقتي أو هو اللي بيعمل كل البلاوية دي اللي احنا شايفينها وحسنها لكن في الآية التانية بتقول إن الله ملك كل الأرض ده إعلان إيمان وده إعلان الملوك ده الإعلان اللي بيتقال والتشريع اللي بيتقال والرب كتبه عشان نشرعه مش كتبه عشان ده الواقع كتبه دي الحقيقة اللي من السماء اللي محتاجة كنيستة الرب تتملي بيها وتطلقها على الأرض الأرض رب هو ملك كل الأرض لأنه هو الخالق إبليس مخلوق إبليس ضعيف جدا إبليس مخلوق فهو ملك كل الأرض كخالق لكن افتداء الأرض وافتداء النفوس اللي على الأرض لما بقول افتداء الأرض توصد بيه افتداء النفوس اللي على الأرض اللي بيحول الأرض وبرجع ممالك الأرض للرب ولمسيحه في سفر رؤية قد صارت هي مش بالفعل هي قد صارت ممالك الأرض للرب ولمسيحه دور الكنيسة إنها بتاع الملكوت الرب على الأرض من أجل افتداء النفوس وإخضاع الخليقة كلها بتأن منتظرة استعلان ولاد الرب الخليقة كلها بتأن يعني جزء من علامات البدايات النهاية في إنجيل متى 24 براكين وزلازل ده إيه ده الخليقة بتتمخض وبتأن فالخليقة نفسها الشر فيها بيؤثر فيها الأرض صرخت لما قاين قتل هابين الأرض صرخت في حاجة الأندم بيعلن لعنة في الأرض الفدة بيفتدي حاجة في الأرض الأمة البر يرفع شأن الأمة ده حق كتابي كلما بتزداد خلاص النفوس كلما بتتحول الأمم وبتحدأ الخليقة تقول لي بس في الأزمان الأخيرة لازم هيحصل الخليقة بزلازل وبركين نعم لأن البر عمال بيزداد والشر عمال بيزداد لغاية لما تحصل مواجهة الملكوت مع مملكة الزلمة حقيقة يمكن الكلام ده ناس عمالة تقول أنا مش أقدر استوعبه أنا مش أقدر أخده جوايا وطلعه إنه سيمبل وي معلش هرجع تاني لحتة إنه سيمبل وي أنا أسف إزاي إن أنا أتكلم بهذا السلطان إزاي إن أنا أعلن هذا السلطان إزاي أعلن إنه هو ملك على الحتة دي أنت ملك على الحتة دي أول ما بشوف حاجة على مستوى شخصي على مستوى كنيسة على مستوى أمة مش مشة مع الملكوت أو مثلا على مستوى شخصي حتوقف الدعوة على حياتي حتوقف امتداد الملكوت في ولادي حتوقف السلام والفرح في أسرتنا يبقى دي ضد الملكوت الملكوت بر فرح سلام محبة وقوة فدي ضد الملكوت إذن ما ينفعش أسيب السارق يدخل ويسرق في بيتي أو في دعوتي ونواقف ساكت أو ما ينفعش فقط إن أنا أقول له يا رب يا رب يا رب ألحم نتسرق لما موسى رفع إيدي قدام البحر الأحمر وفرعون جاي وراء رب قاله لماذا تسرخ إلي يعني فيه وقت صراخ ده وقت كهنة فيه وقت ملوك استخدام العصى كتير من الطلخبط ما بينهم بعض بالضبط وحنصرخ بس لا بس فيه وقت ده إحنا جعلنا ملوكا وحط ملوك قبل كهنة بالضبط حط ملوك قبل كهنة ففيه وقت للصراخ والطلبات وفيه وقت لاستخدام العصى ارفع عصاك على البحر فلما بلاقي الصارخ داخل يسرق فرح سلام محبة وحدة ولادي دعوتي حياتي أنا بحتاج أقف بحتاج أقف ده يعني بحتاج أعلن حق الرب كلمة الرب أي حاجة مضادة للسلام والروح القدس اللي ساكن والسلام اللي جوه البيت والدعوة بحتاج أقف باعلن بقى حق باعلن كلمة حتى لو مش فاكر آية أنا بحاول أنا مثلا في حياتي بقوم مطلق آية بقوم مطلق آيات هو ذكرني بيها ودعاني بيها لو العدو جاي يهاجم دعوتي استمرار الدعوة بقى بآيات خاصة هو أليها لي في يوم الأيام علمت عليها في كتاب مؤدس كلمني بيها في مرة ولمعت جوايا وقارتها وصليت بيها وصمت من أجلها كلمات نبوية كلمات نبوية بالزبط فقوم رافع إيدي وقوم مصلي ضد اللي بيحصل ده بالكلمات النبوية دي أو بالآية لو حد مش فاكر آية مجرد أنه يقول لأ أنا برفض ده في اسم يسوع ببساطة اللأة دي أهلين علمونا ما حدش يقول لأة بس الملكوت علمنا أن احنا نقول لأة لكل كذبة إبليس بيحاول وكل السرقة إبليس بيحاول يعملها وكل شر إبليس عايزة لازم أول كلم لأة باسم يسوع لا يقوم ولا يكون لما نقف ونقول ده مش هيحصل وبنرفض العمل ده لأنه عارفين مصدره إيه إبليس يعني أنا برفض الفشل في حياة أولادي أنا برفض أن أولادي يعيشوا في الخطايا طلع عبرهم أنا باتكلم بدعوة الله على حياة أولادي أولادي جايين للرب أنا برفض اللي أنا شايفها بالعيان وأتكلم الحق وبتكلمه لأني كاهن يعني مش بقول كلام لمجرد أن أنا فلنفت حد بيسمعنا دلوقتي فيقولها أوكي حلوة أول جملة اللي لقيتها إفاد فأنا حقولها هي جاي من صحوبية هي جاي من علاقة مش بقولها وخلاص أنا بتصاحب مع يسوع اللي حيخلي الكلمة اللي بقولها دي تأتي بتأثيرها على أولادي فأنا بمشي في العلاقة علشان الكلمة اللي أنا بقولها أما أنا وأهل بيتي مثلا فنعبد الرب أوكي دي بقى بتغطي بقى جوزي ومراتي وولادي عيالي أحفادي بتغطي كل حاجة بس هي جاي من صحوبية فأنا بلزق في الملك اللي قال لي الكلمة اللي أنا أخرجتها عشان الملك هو قوة الكلمة أنا بخرجها على أولادي وعلى أحفادي وده بيتطلب إن أنا أكون في العلاقة دي ألف في المائة أنا بحبه طول الوقت أنا بحبه طول ومشي باستقامة يس طيب ينفع عندنا المشي باستقامة هي نتيجة حب نتيجة حب مثلا حد يسمعنا ويقول ده آه يا لأ أنا مش ماشي باستقامة أوي ويمكن في عندي حاجة غلط القصة كلها الحب هو اللي بيغيرنا بالضبط النعمة هي اللي بتدوبنا حضن الآب هو اللي بيغير هويتنا وجدنا قدامه هو اللي بيغيرنا مش أنا بتغير وبعد كيف بيجي قدامه أنا بتغير فكرة في زكريا 3 أكيد أنت فكرة ياهوشع الكاهن العظيم هو لابس ثياب قذرة قذرة فالقصة مش أنا ثيابي كويسة فأنا أخش نهاردة صال لي أنا ثيابي مش كويسة مش هخش نهاردة لا ده أنا لابس ثياب قذرة تسوقف قدام الرب لأن وانا كاهن بتتغير ثيابي الإنزاع عنه ثياب القذر البسو ثياب جديد البسو عمام قدس للرب فأنا وجودي قدام الرب هو اللي بيغيرنا وبيدينا صلاحية أني أقول كلمات تأتي بتأثير على أولادي وعلى أنا أهل وبيتي نعبد الرب كنت بتتكلم من تقريبا شهر وأخدت سلسلة على الميدا أو موائد الرب أو موائد السيارفة ودي فيها إزاي إن أنا ممكن أكون مالكة وكاهنة لكن بتصرف غلط الموتفز بتاعتي مش هو مش علاقة الحب أنا بعمل كده لإني ليه مصلحة أو أنا بعمل كده علشان عايزة أوصل لحاجة إحنا كده نقلنا لأنه كلنا يعني فلنفرد الأم اللي بتصلي أولادها ممكن تسمع كلام ده وتقول أنا ما أنا عايزة أوصل لحاجة يبقى أنا غلط نو لما بحكينا عن عن الحتة دي هي حتة صغيرة يعني في قصة مائدة الملك إنه إنه الشخص العايز يبني مملكته خاصة الأنا يعني القصة فيها الأنا الأم اللي بتصلي أولادها مفهاش أنا بالضبط الأب اللي بيصلي من أجل ملكوت الرب يملى البيت دي مفهاش الأنا لكن اللي بيتخاني علشان الأنا تظهر ده بيجلس كتاب مؤدس يعني يقول بيجلس في مائدة أخرى مائدة الأنا مش مائدة الملك لأن مائدة الملك ملق أنا صفات الملك ومملكته بر فرح لا أنا بل المسيح يحيا فيه مائدة الأنا إبليس بيعرف يشتغل فيها بيعرف يحكيلي يضخم الأنا الأنا وصغر النفس إخوات بيشتغلوا مع بعض كل صغر نفس ومعظمنا نشأنا بصغر نفس كنا بنخبيب بالأنا محدش يقول لي كده محدش يقول لي كده فعشان كده في سفر أشايا صحة 40 آية جميلة قوي كل وطاق يرتفع وكل جبل وأكمة تنخفض فيستعلن مجد الرب كل وطاق ده صغر نفس كل جبل وأكمة ده كبرية وانتفاية وراب يقوم رافع وشافي من صغر النفس اللي انحنى ومنزل كل كبرية وانتفاية فيستعلن مجد الرب كلنا نشأنا بحيثة في نفسياتنا مداس عليها وبنعوضها بحبة أنا عشان مش معقولة كل الناس يدوس علي فأنا لازم أدوس على حد فلو حد بيدوس علي أنا حدوس على فهمة الأضعف مني أبو الزب فبنحتاج أن قدام الرب نتساوى لأن هويتنا مش هوية ما بنفضلش أنا بيفضل هو وهي آية معروفة ومحفوظة أحيانا أنا بل مسيح يحيا فيها بس للأسف في الوقت المحفوظة بتتزحلق من علينا كده ما بتنزقش فينا بتعدي عارفنا ولو قلتيها فوعظة الشعب يكملها لك بس بس إحنا حقيقي لا أنا لأن لا أنا هي تاني إدراك أنا هو طول الوقت هو طول الوقت فهو طول الوقت دي بتخلي كل اهتمامي بإني أنا بردي بردي بمعنى أفكار قلبي بحبه مفكر فيه نتيجة طبيعية أن كل حاجة بتحصل من حياتي جاية منه أنا في حال التواصل معاه إحنا مش بنعمل حاجة من نفسينا لما بنعيش البر إحنا بنحبه فالبر بيخرج ناس كثيرة بتصارع بشاعر كده فيه ناس كثيرة بتتفرج علينا حتى بيعانوا من خطايا وبيغطوها بشكل متدين بيغطوها بحاجاتي بس جواهم حتت وبيصارع وأنا بحاول أنا أخدت ونيو يير وخدت قرارات في أول السنة وبحاول وبصارع وبجاهد وكل حاجة دي حلوة بس في حاجة فيه طريق آخر في الروح القدس في العلاقة مع الرب أنه العلاقة الحميمة بتطلع فينا بتنتج بتنش هي لوحدها مش إحنا اللي بنعملها بنبقى عارفينه مش إحنا أي بر خارج مننا مش إحنا أعمال برنا كخير قبلية اللي خارج مننا جاي من العلاقة من صاحبي اللي أنا بمشي معاه بيبهت علي فبيطلع مني تواضع بيطلع مني ابتسامة بيطلع مني حاجات كتيرة وده اللي بيطلع مننا اللي أنا فما بقعدش على مائدة أرجع لسؤالك أنا أسف ما بقعدش على مائدة الأنا اللي إبليس يقوم رامي فيها كذب في إما يقوم شوهني أصلا أنت ملكش قيمة أصلا أنت ملكش رجع أصلا أنت فاشل أو خد حقك وكرمتك في البيت وأنت مش عارف إيه إما يلعب على يوطيني إما يلعب أن ينفخني ودي مائدة إبليس مائدة الشيطان أنا شكلي قدام الناس إيه اللي حصل شفت الكلمة في مين حق مين قال مين ما قالش لما يخش على مائدة الملك مائدة الملك القوانين فيها متغيرة خالص فجأة كل ده المشهد بتغير تماما كانك بتغيري كل الديكور وبتنزلي ديكور تاني خالص هو مليان بقى مليان المجد هو المحور مش أنا المحور وفي حبه وفجأة أجد سبيس أجد راحة مساحة جوايا وكرمتي ما بقتش هي وكرمتي بقت من اللي أنا قاعد قدامه وفجأة الكرامة بتتغير فاكرة إحنا الحلقة اسمها إيه؟ ملوك وكهنة ملوك ملوك يكونش دي كرامة فيه كرامة أحسن من كده ملوك عشان كده ما بتصدقهاش بسبب الوطّق والصغر النفس والأنا ما بنصدقهاش فبنسمعها أم لوك وكهنة آية حلوة مشجعة وعزة جميلة عادي باي باي علشان أنا مش مدرك أنا بحاولي أكون ملك بدراعي وأنا عارف أن أنا عبد جوايا والأتنين شغلين جوايا وأجي قدامه فالأتنين يتساووا أنت حبيب أنت مش عبد لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء وأنت مش بتتفتخر لأن أي حاجة في حياتك أنا اللي بديها لك فبتساوى الصغر النفس بيتشفي والكبرية والانتفاخ بينزل فيستعلن مجد رب في حياتنا هللويا كلمة مائدة اللي قاعد يأكل بيتغزة بيكبر بيبقى هلسي بيبقى مشفي من جوا يعني كل واحد بيأكل الأكل الصح وقاعد على الميدى الصح بيبان فيه هو وقل إيه هو اللي داخل هو لخارج بزر يعني اللي داخل جواك هو لخارج منك بزر كنت برضو بتتكلم على أن إبليس كان على مائدة فيه تعبير كتابي مائدة الشياطين مائدة الشياطين نعم يعني فيه حاجة اسمها مائدة الشياطين فيه بالكتاب المؤدس بيقول لنا والكتاب المؤدس وممكن اختيار ناس أنها تقعد في مائدة الشياطين أو قعد في مائدة الرب كل مرة بختار الأنا بفتح المجال لإبليس أنه يستخدم الأنا بتاعتي للشر يعني رمية ستة ببساطة قال كده لا تقدموا أعضاءكم آلات اسم للخطية بلقدموا أعضاءكم آلات بر وبالتالي أنا ممكن أقدم أعضاء فكري لساني قلبي مشاعري ممكن أحطها على مائدة إبليس وأقدمها له فأقدم أفكاري يقول له استخدم أفكاري شوية استخدم لساني شوية فأطلع كلمات بقى ماشي أنا كده بحط حياتي على مائدة إبليس وده الخطورة ده الخطورة إيه خطورتها أنا اللي بضر نمر واحد نمر واحد أنا اللي بضر لما إبليس بيستخدمني عمره وبيطلع بركة الحياتي لما إبليس بيستخدمني بيدرب لنا الأول بيطلع موت بيطلع بيطلع في خلايا حياتنا جينات السقوط والهزيمة بنحصدها بنحصدها من يزرع في الجسد يحصد من الجسد موت وبالتالي لما بحط إمكانياتي آلاتي لا تجعلوا أعضاءكم آلات إسم للخطورة فذهني لساني قلبي مشاعري علاقاتي كل حاجة فيه أعضائي كتاب مؤذبول عليها آلات ولما تقريها في اليونانية أسلحة يعني ذهني كأنه بندقية يأما بتطلع رصاص بر ورصاص محبة ورصاص كلمة الرب يأما بتطلع رصاص شكاية ورصاص بيقتل اللي قدامي ده زهني لسه ما تكلمتش ممكن تطبق ده على لساني ممكن تطبق ده على طريقة السلام أنت كتير وانا ياما بنختبر حد يجي يقولك كلام حلو وانت حاسة بي حاجة غلط لمشاعره آلات تانية فهموا أس دي كل حاجة بنحطها كآلات إسم بتبقى للخطية مش خطية يعني مجرد أعمل خطية بتبقى بتطلع شر البديل أن بحط أعضائي آلات في مائدة في الرب فالرب أنا بديك كل حاجة على المائدة بتاعتك فكري قلبي حياتي لساني أفكاري كلها رب بفرشها عندك بحطها عندك بحطها عند الرب بيستخدمها الرب فقدموا أعضائكم آلات بر أسلحة بر أسلحة بر هننقل يمكن على حتة تانية تحت أمرك وأتمنى أن الفكرة تكون واضحة وأنها تكون ببساطة وصلت ولو عندكم أي أسئلة ممكن أنتوا تبعطونا الأسئلة وهنجاوب عليها لكن النقطة التانية اللي أنا عايزة أتكلم معك فيها ساعات واخدين السلطان قاعدين قدام الرب كهنة واخدين السلطان كملوك بنصلي الأمور معينة تعال نفكر مثلا حد مريض وحصل أن أمنت وصدقت وقلت أن الراجل ده هيشفى والشخص ده هيشفى والأخت دي هيشفى بعين نبص نلاقي حاجة حصلت والشخص ده مات ونبتدي نتعصر ونبتدي نتعب ونبتدي نقول يا طرد ده كلام حق ولا كلام كذب ونبتدي نضعف ونبتدي نخور إيه رأيك صعبتي السؤال حروض على سؤالك وبعد كده أقول بصورة عامة يعني لو سؤال بصفته كده رحلة رحلة الشخصية بتاعت كل حد مع الرب هي رحلة شخصية جدا حدش يقدر يعرف كل تفاصيلها كثيرا الرب يتعامل مع أشخاص بطرق متنوعة فمقدرش أخذ مثال شخصي أو قصة شخصية وأقول هو ده لربنا هو ده مشيء هو ده الحق الحق الإلهي بيقول إن الرب صالح حق الإلهي بيقوله إنه فدانا حق الإلهي أنه يريد أن جميع يخلصون والحق الإلهي بيقوله إنه بجلداته شفينا والحق الإلهي بيقوله إنه خبز البنين شفا كميثال يعني لو винتكلم على كميثال الشفا يعني الحق الإلهي بيقول إنه إلهي السلام يقدسكم إلى التمام ويحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم فالحق الإلهي بيقول أنه رب افتدى كل حياتنا حق الإلهي بيقول أنه لازل لم يشفق على ابنه بزله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا مع ابنه أو فيه ابنه كل شيء فده الحق إلهي الاختبار لا يغير الحق أنا باخد اختبار هزيمي وبرفعه للحق مش باخد الحق وايفه على مقاس اختباري لو أنا مريت باختبارات مش ماشية مع مستوى الحق ده مش معناه أن الحق غلط معناه لو على مستوى شخصي أنا محتاجة أتغير وأنا محتاجة أتنقل وأنا محتاجة أرتفع من أجل الاختبارات اللي على مستوى الحق لو أنا شفته في حد آخر ما عنديش صراحي أني أحكم ولا أحكم على الرب أنه ما عملش ولا أحكم على الشخص ليه ما حصلش معاه ده علاقة شخصية ده مسير شخصي يعني ما فيه مؤمنين راحوا السماء وكان فيه كناس كثيرة بتصلي من أجلهم أنه ما يروحوش السماء في الوقت ده أو ما يموتوش في الوقت ده لكن راحوا السماء ده بيغير الحق ما بيغيرش الحق ده بيدين الشخص لا يدين الشخص ده علاقة شخصية هذا الشخص الآن في السماء هذا الشخص الآن مع الرب يسوع ماشي والعلاقة ما بين الأب السماوي وهذا الإبن علاقة شخصية موضوع الشيحكم عليها لكن هل أخذ من القصة دي أغير الحق؟ الحق بيفضل الحق الحق بيفضل الحق يعني لو دخلنا حتة صغيرة كده في موضوع الشفا نقدر نقول في ميستري لو غاب السؤال في حياتنا يبقى احنا دخلنا ربنا في دماغنا السؤالة دي ودي خدعة كبيرة أنا عندي أسئلة كتيرة غير مجابة عنها مش غير مجابة عنها لأنها مش موجودة في كتاب مؤدس هي غير مجابة عنها لأنه رب يقول لي تعالوا وراي وأنا أقول لك سر الرب إيه لخاق فيه عهدوا لتعليمهم رب يهمس للي بيقرب ودنه لبقه الرب بيهمس لكل من يقترب يحنى كان بيحط راسه على صدر يسوع عشان كده لما يحتاجوا يسألوا مين اللي حينكر رب يسوع قالوا ليحنى يا يحنى سأله لنا ليه أنت اللي بتميل ودنك جنب بقه أنت اللي بتحط راسك عند قلبه وبالتالي دائما عند الرب أسرار بيدور على اللي عطشانين واللي بيهابوا حضوره واللي بيجروا وراه تعالوا وراي أنا عايزة أقول لك حاجة كمان تعالوا وراي أنا عايزة أقول لك حاجة كمان تعالوا وراي أنا عايزة أقول لك حاجة كمان وبنفضل طول الوقت عاملين بنتغير لأن كل حاجة بيقولها لنا بتغيرنا إلى صورته لو أنا جيت قلتلك إيفت أنا عندي إجابات كل أسئلة اوعي تعزميني في البرنامج عندك لا في حاجة غلط في حاجة غلط فالحقيقة نحن طول الوقت بنسعى بنعتش بنجري بنفهم هذا الإله اللي ملآن 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 محبة ملآن جود ملآن سلام ملآن تواضع ملآن قدرة ملآن نعمة بيملك كل حاجة به نحن نتحرك ونوجد وبنحاول ندرك حتة صغيرة جدا 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 من بهاء مجده وفي نفس الوقت عندي الثقة أنه دايما بيسفع صلاتي وبيسمع دعاية وأن أنا مربوطة بي مفيش حاجة هتبعدني عنه ومفيش حاجة هتفصلني عن المحبة دي وده الأمن بتاعي إيه اللي بيحصل حوالي مش هو ده لكن الحق أنه بيسمع صلاتي وبيسمع دعاية ونسمع ترسيلة دلوقتي عن إزاي أن الله يسمع صلاتي ويسمع دعائي تعالوا نطلع مع بعض ونسمع الترسيلة دي من الأخت اللي دي جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر زبت أن سيدي يسمع صوتي ودوعي ويستجيب طلباتي فهو مخلص رجاي أمال نحوي أذنه إذا كأدعوه أنا مدات عمري كلها فهو الإله ربنا مدات عمري كلها فهو الإله ربنا مدات عمري كلها مدات عمري كلها فهو الإلهي ويستجيب طلباتي ويستجيب طلباتي ويستجيب طلباتي ويستجيب طلباتي ويستجيب طلباتي حفر الطاني من الصلاة في موت من أحياء أنا أسلق قدام الإله مخبراً بفضله مسبحاً طول الحياة مخبراً بفضله مسبحاً طول الحياة موسيقى 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 إلا الإله كل سواه باطل ولا رجاء لي سواه أين أخوك؟ ده كان تاني سؤال جيب في الكتاب المقدس النهاردة أنا بدعوك أنك تكون مستعد للإجابة عن السؤال ده أين أخوك؟ ولو أنت مش عارف أن اللي في العراق وليبيا والسودان والسعودية وغيرهم كتير إخواتك أقول لك أنت غلطان دول إخواتك وهتتسئل عنهم في يوم من الأيام ولو فاكر أنه علشان خاطي ما يستهلش مساعدتك برضو غلطان السؤال في الكتاب المقدس كان لشخص أتى لأخوه والقتل مش بس بالفعل لكن ممكن يكون بالإهمال رسالة المسيح في قناة الكرمة موجودة دلوقت في كل مكان على وجه الأرض ابعت معانا الرسالة وشاركنا الحصاد رجعنا تاني بعد الترسيلة دي بتأكيد أن الله بيسمع صلاتي ويسمع دعائي لأن في علاقة حب بيني وبينه بنسمع بعض ومن هنا أنا بيكون لي السلطان اللي جاي من علاقة الحب نرجع تاني للدكتور نادر شوقي ونتكلم على حاجة يا دكتور أثرت في حياتي جدا وأثرت في الخدمة بتاعتي جدا وفي عائلتي جدا كانت خدمة عن إزقر لمراسك وكنت بتكلم فيها عن الفرق بين العبد والوارث الإبن القاصر والإبن الوارث والإبن الناضج الوارث وكنت بتكلم فيها أن ما تسمعش الإبليس أنه يسرق وانت واقف تتفرج لأن ده ورثك ده بتاعك أنت عارف إمته كلمني شوي على الحدة دي زي ما حكينا أنه رب أعطى الأبناء موارث والعبيد ما بيشوفش أنه مستهلين ميراث فبيتعاملوا مع الحياة الروحية ببعد الأجرة ببعد احتمال يديني احتمال ما يدينيش ورب صالح جدا بيدي لكن بيتعاملوا مع العطاء الإلهي كأجرة مش كميراث فلما الأجرة تيجي بنبوس إدينا وش دهر لما الأجرة ما تجيش خلاص برغم أنه الإبن ما بيقولش لميراث أبوه لما بيتسرق خلاص الإبن بيقف من أجل ميراث الأب إن كنا أبناء فنحن ورثة ورثة الله لا أدعوكم عبيد بل أبناء وإن كنا أبناء فنحن ورثة الروح اللي ساكن فينا بيسرخ طول الوقت آبا الأب عشان كنا الروح اللي فينا طول الوقت عمال بيعلن هويتنا وفي نفس الوقت بيعلن ميراثنا كذب إبليس العالم وأمور العالم تحاول تسلب الدعوة وتسلب الميراث من أمور الدعوة من أمور الروح من أمور الفرح من أمور النعمة من أمور السلام كله أمور الملكوت تسلبها من ولاد الرب بشوفك ولاد كتير للرب سايبين هذا السلب بيحصل بدون ما يزأروا كأسد للميراث بتاعهم كأبناء بلاش كأسد يزأروا كأبناء ده ميراثي ده ميراث أبويا لما في الصعيد حدي ياخد أرض ميراث حدي تقوم مصيبة ده تار فكان بالحري بقى لو ميراث أبونا السماوي اليسوع دفع تمن على الصليب من أجل أن كل حد فينا يبقى هذا الميراث بتاعه وأنا أخلي إبليس يسلبه ده أنا أزأر بكل قوتي بكل إيمان بكل قوة بكل مش بزأر بطريقة جسدية مش بقف بطريقة جسدية مش بتخانق مع حد عشان ميراثي أنا بقف في الروح محاربتنا مع أجناد الشرحية في السماويات بقف الإبليس اللي بيأتي على ذهني ويسلب ميراث يأتي على قلبي ويسلب ميراث يأتي على بيتي يأتي على خدمة أو على الكنيسة يأتي ناس تقولك آه في مشاكل في الكنيسة عندنا مش الملكوت ده والكنيسة دي ميراث ليك في هذه الأرض وقف الأسيس هو اللي يصلي ولا الخادم هو اللي يصلي لا يا حبيبي ده ميراثك أنت اللي بيحضروا الكنيسة أعضاء الكنيسة ميراثهم الكنيسة ونازم يحربوا من أجل كنيستهم ملقوش حاجة بتحصل وسيبينها لا أموا قفين في الروح بيصلوا بإيمان رفعين إيديهم بيبذروا بذور محبة ونعمة وداعة وصلاح وفرح بيبذروا بذور فبإبليس مقدرش يتغلغل في أراضي أو في بيوت أو في كنيسة أو في دعوة أو في خدمة لأنه الكل يشعر ده مراثه مراثه كنت بتكلم برضه في نفس الحلقة دي وكنت بتكلم على جبل عبال وجبل جارزيم ولا كنت رايح الحياة في الوقت ده القطس وقدقيت مليت أن أنا عايزة أروح وأشوف المكان ده بالرغم أن المكان ده في نابلس ونابلس مش منطقة أمان قوي لكن كنت مع الأسيس حاتم وسماعتهم لخدمة دي وبعدين قلت لهم هيا نروح ولا ما نروحش فهم قالوا خلينا نشوف لأن المنطقة مش أمان قوي وكان بعيدة قوي بعد ما سمعنا مع بعض عادنا نسمع في إزقر لمراسك الخدمة دي كذا مرة مرة ورا مرة ورا مرة ونتملي بإيمان ونتملي بفعلا إحساس نو إبليس مش هاخد دي نو إبليس مش هحط اللعنة دي نو إبليس لازم يموت كلماته وتموت أعماله على جبل عبال ونطلع على جبل جرزيم ونتكلم بالبركة وساعتها I will never forget this أن رحنا مع بعض وكنا طلعين ويمكن لو حطينا الفيديو الصغير الكليب الصغير ونشوف جبل جرزيم ونشوف جبل عبال المنظر اللي قدامنا ده اللي اتنين قدام بعض وفيه في وسطهم فالي اللي باين ده قدامنا اللي كله مفهوش زرعة ولا أي حاجة ده جبل عبال جبل ناشف جدا جبل مفهوش أي هارلي إني حياة وبعدين فيه فالي بينهم والناحية التانية جبل جرزيم الجبل اللي عليه البركة الجبل اللي تكلموا به على البركة والمكان ده هو فيه كنيسة والمكان ده فيه مجد والمكان ده فيه بركة وبس إنا لقينا وإحنا هناك حسينا إن إحنا وإحنا وقفين على جبل عبال ده هون الله بيفكرنا كل واحد فيه يعني خدنا كورنر كده وكل واحد ابتدى يتكلم على حياته الشخصية إيه اللي شايف إبليس بيشتغل فيه ونحكم عليه بالموت إبليس انت مش تشتغل في الحتة دي إبليس انت ملكش مكان في الحتة دي إبليس انت ملكش أي قوة علي ولا على بيتي ولا على أولادي وابتدينا نروح برضو بعد كده هو شوية ابتدينا نروح على جبل جرزيم وبتدينا نتكلم بالبركة جبل جرزيم كله كله خضار كله خضار اللي اتنين قدام بعض وبينهم الوادي ونفس الجو ونفس المنطقة ونفس كل حاجة لكن إزاي اللي اتنين مختلفين شيء عجيب يعني شيء فعلا عجيب اتعلمنا مع بعض وهنشوف إيه اللي حصل في الجزء الصغير شايفين قدامنا هنا جبل عبال والأخضر ده جبل جرزيم وفيه بينهم الوادي وربنا قال لهم اتناشر يقفوا النحية دي واثناشر يقفوا النحية دي ناس بتتكلم بكل العنات على كل حاجة مش في إرادة ربنا في حياتهم وناس تتكلم بالبركات من جبل عبال اتكلمنا ولعنا كل أرواح سرقة وكل أرواح عايزة تأخذ البركة مننا من عيالنا ومن بيوتنا ومن خدماتنا باسم الرب يسوع ومن هنا نتكلم بكلام البركة بادر جارد إن جيزوس نيم ويكلم البركة الأرليلين واللات الرين علينا وعلى حياتنا وعلى أولادنا وعلى خدمتنا وعلى كنايسنا وعلى الكريشيون ميديا إن جيزوس نيم الكلام ده حصل في سنة 2014 اختبارات حية أنا شفتها في حياتي في بيتي على الخدمة بتاعتنا من بعد ما أخذت الخطوة دي بإيمان مش الجبل يعني جبل رمز لكن كنت هناك في الوقت ده فاختبرت الرمز والحقيقة في نفس الوقت نعم فعلا أنا بشجع الناس لو أنت محتاج تسمع الخدمة دي نبعط لكم اللينك بتاعها اسمعوها انتصروا بيها أقفوا ضد عمل إبليس وحكموا عليه بالموت وأقفوا في مكان البركة اتكلموا بيها أعلنوها وهتشوفوا إن ده حق كتابي هيحصل زي ما حصل في حياتي هيحصل في حياتكم لو عايزين اللينك ده هنسيبه مع القرمة أو تتصلوا بينا بأي طريقة وهنبعط لكم اللينك عشان تسمعوا الحلقة دي طاليقا صغير على كده ممكن حد يكون بتفرج ويقولي يعني أنا لازم أروح نبلس عشان الزبط القصة خلفيتها جميلة جدا إيفت إنه الرب قالها مرتين الحقيقة والقصة بتحمل مبدأ كل مرة دخلين على مرحلة جديدة على نقلة جديدة أو كل مرة الرب عايز يعمل نقلة جديدة في حياة أي حد فينا في اللهم كده أول ما تخشوا الأرض دي أرض جديدة ما تخشوش فيها طوالي خشوا وحودوا يعني راحوا مخصوص للحتة دي راحوا مخصوص للجبلين دولة ودي strategy لكل مرحلة جديدة في حياة أي حد فينا كلمة عبال الكلمة في العبري يعني كومة قديمة وكلمة جرزيم يعني حاجة شارب حاجة حد حاجة لها edge حاجة حد جدا فقال كده يطلع على الكومة القديمة والعنو ويطلعوا على edge بتاع الجبل الآخر ويبركوا ده ده مبدأ روحي لكل نقلة روحية لحياة أي حد من المستمعين أو إحنا أو أنا حضرتك إنه بطلع على المرحلة القديمة في حياتي وبقول stop بقول موت لكل حاجة زراعها إبليس خلال وقت اللي فات كل حاجة زراعها إبليس ما تنبتش ما تطلعش طلعش حصاد ما تطلعش حصاد فبقف قدام الكومة القديمة وبقول no لا يتحرق أصبع إبليس فكانوا بيطلعوا الشعب في العهد القديم نهاردة في العهد الجديد بنقول جمع المختلفة الشعب العهد القديم كان بيطلق لعنات على الكومة القديمة لعنات يعني كلمات موت كلمات موت يعني حاجة دي تقف بلغة العهد الجديد بالزرح الأمر ده كان فيه خصام المرحلة الفاتت أنا بحكم بالموت على الخصام ده أنا بحكم بالموت على الألم ده أنا بقف على الكومة القديمة خلال المرحلة اللي فاتت دي وبحكم بالموت عليها وفي نفس الوقت أنا بحكم بالبركة هنا الملوك يطلعوا على الجرزيم بحكم بالبركة على حياة فيها قداسة شارب لها إج بحكم بالبركة على حياة فيها نهضة بحكم بالبركة على حياة فيها فيها استخدام لحياتي فيها إطلاق لولادي بحكم بالبركة على المرحلة الجديدة إن الأبواب تتفتح والأبواب اللي كانت دايماً بتتقفل دايماً أحاول وتتقفل دي كومة أديمة بحكم عليها بالموت وبحكم على الأبواب الجديدة دي بالبركة وإنها تفضل مفتوحة ومتتقفل شي تاني ده شغل روحي بيعملوا الملوك اللي جايين من كهنة العلاقة مع الرب بيقفوا على عبال الكومة الأديمة ويقفوا على جرزيم ويطلقوا بصوتهم المرحلة اللي جاية في حياته أمين أمين لو إحنا النهاردة بنسمع الكلام ده وعندك في حياتك حاجات فيه مرارة فيه خصام فيه عدم نجاح فيه فشل دايم فيه خناقات والعلاقات مش نجحة وشايف أن أنا مش عارف أعدي أنا مش عارف هنجح أنا مش عارف أعدي المرحلة دي أنا دايماً مظلوم أنا دايماً بيتحط علي اللوم أنا دايماً مش أقدر أخذ مكاني تدي أوقف وابتدي أقول كفاية أنا بحكم على كل الأمور دي بالموت أنا لي البركة أنا وارث للبركة أنا ميراسي البركة أنا ميراسي أن أنا أعبر وأعدي وأخذ نجاح أنا ميراسي ميراس المنتصر لأن أنا بدبع اللي النصرة تحت رجله ابتدي أقول الكلام ده في حياتك ابتدي أعلنه على بيتك على أولادك على شغلك على البزنس بتاعك على علاقاتك الشخصية على علاقاتك الزوجية وهتشوف أنا بقول لكم الأمر ده حصل في حياتي أنا شخصيا بعد ما فهمت الحق ده وبعد ما ابتديت أفهم يعني إيه أزقر لميراسي وحصل نقلة كبيرة في حياتي لأن ده حقي ككاهنة وكمالكة في ملكة وزد الأب أنا بشكرك جدا لأن دي كانت محور تغيير محور تغيير 180 درجة في حياتنا وفي خدمتنا وفي بيتنا ومع أولادنا مكدا للرب حاجة بالحاجات التانية اللي أثرت فيها جدا ودي يمكن كان بداية معرفتنا كان السبب في المعرفة دي مراد وينيفين أحد من الناس الحلوة أوي اللي بتشتغل كجوينت في ملكوت الله جابوا لي شرايط ليك ما كنتش عارفك جابوا لي سيديهات وحاجات سيديهات كتيرة يعني مراد صرف كتير قوي عشان يحاولهم لي سيديه كلام ده من سنين كتيرة قال لي إيفيتا أنا عايزك تسمعي ده كل حاجة ما اشتغلتش معايدة واحد وكان عنوان الخدمة دي باسم مسحة ياهو برضو أجين لو عايز اللينك بتاع الحلقة دي I love أن أنا أبعثه لكم وتسمعوه وتتنقلوا معايا زي النقلات اللي الناس كتيرة تنقلتها يعني إيه مسحة ياهو قلت إيه الكلام ده الكلام ده أنا ما سمعتوش قبل كده يعني إيه مسحة الله يضعها على واحد اسمه ياهو مين ياهو ده ده اللي كان قاعد خايف وكان قاعد ضعيف وكان قاعد مالوش صوت ولا ليحس والرب يستخدمه إنه هو اللي يقضي على إيزابر ومن هنا ابتدت أتعلم مفاتيح السلطان ورحنا وتقابلنا في بيت برضو نيفين وفي بيت مراد أنا بشكركم جدا لأنه أنتوا سمعتوا الدعوة وأنتوا عملتوا اللينك ده اللي النهاردة ربنا بيستخدموا بمجد في كل حتة وبمجد في كنيسنا يعني كان عندنا مؤتمر رائع عند كنيسة الأسيس هشام برضو أشجعكم جدا أن تطلبوا اللينك وتسمعوا المؤتمر ده وتتعلموا منه لأنه فيه عمق وفيه نقلات روحية جمدة جدا لو أنا بتكلم بقوة وبسلطان على الضعيف ياهو ويقوم ياهو الضعيف ويقضي على إيزابل ويكون سبب في موت روح الكنترول وروح التسلط الديني مفتاح لمسحة ياهو هو مش يمكن مش مفتاح لمسحة ياهو هو أزمنة يعني رب أطلق وعود كتيرة ونبوات كتيرة على إليه النبي هذه النبوات حاجات كتيرة ما تحققتش لغاية لما جاء الزمن وانسكبت مسحة ياهو إليش أرسل إليش على وجه تلميذ إلي أرسل غلام وهذا الغلام دخل من غرفة إلى غرفة إلى المخدع عشان يكلم ياهو ويطلق القصد على حياة ياهو المستخبي والضعيف أو المستخبي المغمور اللي ما حادش يعرفه وتطلق عليه مسحة وهذه المسحة تطلق سرعة وهذه السرعة تطلق تحقيق وعود بسرعة ووعود متأخرة ووعود متعطلة فمسحة ياهو بتطلق كذا حاجة بتأتي على المغمور اللي حسن هو لحاجة مسحة ياهو بتطلق سرعة جديدة لإفتداء أزمنة ضوعة في حياة ناس كتير مسحة ياهو بتطلق تعويض أو استرداد لوعود معطلة لفترات طويلة رب قالها ومسحة ياهو بتطلق المملكة للزمن اللي جاي ملكوت الرب دي لغة العهد القديم اللي أنا بقوله بلغة النهاردة بقى جاء زمن الكنيسة بسي جاء زمن الكنيسة إنها المستخبية المستخبية اللي من جوه غرفة جوه غرفة جوه غرفة جوه غرفة اللي فيه وعود كتيرة على حياتها بقالها سنين طويلة وهي بتبكي بتقول إمتى الوعود تحصل وفي الشارع إزابل إزابل ده العالم وإزابل ده الشر وإزابل ده الظلم والتسلط وكل حاجة هي اللي بتسود في الشارع وياهو مستخبية في القوضة الكنيسة مستخبية في القوضة وجاء وقت بقى التعويض مش هايستعمل كلمة التعويض هو أكتر من تعويض تعويض كلمة صغيرة قوي على الجوه روحي جاء وقت إن إياهو يقوم ينتفد الكنيسة تقوم وتنتفد وجاء وقت إن الكنيسة اللي بتقوم وتنتفد تسكى بسرعة يسوق بسرعة بجنون لأن دي سوقت يهو يهو كان بسوق بسرعة قوي ببعد روحي يعني بلغة العهد الجديد افتداء للوقت وافتداء للسرعة سرعة الملكوت سرعة خلاص النفو سرعة الملكوت اللي بيمتد مش الركود اللي هو 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 جاء وقت الكيسة بتنتفد لأن فيه نعمة مسحة بتنسكي بقى الكنيسة من أجل افتداء للوقت وافتداء للأزمنة لضوعة في توهان في دوران في حاجات كتيرة وعود كتير على الكنيسة ما حصلتش الاسنين طويلة فجأة وراء واحدة وراء التانية وراء التانية وراء التانية ده إزابل وأخاب وإخوات أخاب وأولاد أخاب يهو حسم الموقع تماما والرائع أنا هرجع تاني هو لناس كتير قاعدوا تفرج علينا أو هتسمع بعد كده وتقول أنا مين وهذه المسحة ليهم لأن يهو كان مين مين يهو يمكن ناس ما تعرفش حتى هذا الاسم يهو الإرشاد الكتابي تمام فيها إيه أنا مش عادرة فتكره كويس وقصة أخاب وقصة إزابل في نفس الأصفار بتاعة أخاب بعد إليشع في ملوك التاني فهي قصة موجودة في ملوك التاني في نهاية أيام إليشع لما أرسل غلامه عشان يمسح يهو من غلام من مخدع إلى مخدع أمين أمين أنا متشجع لده أنا متشجع أشكرك أنك فتحت هذا الموضوع لأنه في ناس كتيرة في كنايس كتيرة في ناس على شباب على دعوتهم حاجات كتيرة وحاسينهم متعطلين والحياة الروحية بقت مملة بالنسبة لهم مش لازم تستمر مملة أنجاز زمن زمن في الكنيسة في هذه الأيام زمن سرعة زمن افتداء للوقت زمن تحقيق وعود معطلة وزمن تثبيت لملكوت الرب على الأرض والكنيسة موجودة على الأرض الوقت مثل هذا لوقت مثل هذا علشان تنتفد وتقوم لعزها انتفد من التراب إجلس يا بنت الملك أمين 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 النهاردة الكنيسة لما تقف بسلطان في وسط اللي حاصل في العالم وفي وسط اللي حاصل في الشرق الأوسط بالذات وتقدر تقوم وتقف وتعلن سلطان الله وملك الله على اللي بيحصل أقول إيه ككنيسة الرب وأنا كممثلة لكنيسة الرب أنا جزء من كنيسة الرب وإنت جزء من كنيسة الرب وكل المؤمنين جزء من كنيسة الرب هاقف أقول إيه هاقف أقول إيه وأنا بسمعها في الأخبار ده بيدربوا ده قتل هاقف أقول إيه بقوة وبسلطان وأزقر لمراس السلام مبدئيا الكنيسة موجودة في الأرض من أجل التأثير في الأرض لو الكنيسة ما لهاش تأثير في الأرض كان زمان يسوع خدها يسوع ما قاعد الكنيسة في الأرض عشان تتعزم يسوع ما قاعد الكنيسة في الأرض لإرساله لهدف لمشيئة لقصد فالكنيسة موجودة في الأرض لتأثير في الأرض أهم تأثير في الأرض لانكنيسة موجودة في الأرض من أجل خلاص النفوس كمان الكنيسة موجودة في الأرض من أجل صلوات وافتداء كي يرحم الرب ويتراقف فيخلص نفوس وينقذ الارض الكنيسة موجودة في الارض من اجل تشريع هو الهلنة فده اول صلوة ارجع لسؤالي كان عارفت بدوري على حاجة محددة او على صلوات محددة عملية الناس تقولها في في حاجة بيسيك في حاجة اساسية في جملة اساسية كلنا بنقولها وبس بنقولها واشنا مش مركزين بس ده تشريع ليأتي الملكوت كما في السماء فنفرض بنبص على شرق الاوسط وترى احداث ترى داعش ترى بلاد بتنهار ترى تخوم بتتغير ده الاعمال بيحصل وحيحصل في الازمانة الجاية تخوم بلاد حتتغير تخوم يعني حدود فالكنيسة بتقف ليأتي ملكوتك عايزين كل حاجة تحصل في المشيئة اذا كل حاجة مش في المشيئة تقف فالكنيسة موجودة عشان كده عشان توقف لان رب يغلق ولا احد يفتح ويفتح ولا احد يغلق لما الكنيسة بتقول ولو الكنيسة ما قالتش اللي يحصل لو الكنيسة ما قالتش رب بيطالع من حجارة اولاد يقوله لازم حد يقول بس لازم حد يقول بس لو الكنيسة ما قالتش في صوت تاني لا أوركيسي ما قالتش إبليس بيشتغل براحته أنا ما حبيتش أتكلم الكلمة السلبية لا لا أنا عايزة أعرف مسؤوليتي لما موسى كان بينزل إيدي فوق الجبل ما كانش ما بيحصلش حاجة تحت الجبل كان يشوع بينهزم يعني يشوع بينهزم يعني في ناس بتموت لما كان موسى بيرفع إيدي كان يشوع بيكسب بلغة العهد الجديد لما الكنيسة بتقف في مكانها فوق الجبل قدام الحضور الإلهي الكنيسة اللي في العالم بتمتد بتنتصر على حساب روح شر لما الكنيسة ما بتقفش في مكانها فوق الجبل رفع عديها شعب الرب بيموت شعب الرب بيموت مش ما بيحصلش حاجة لا بتحصل حاجة في حاجة بتحصل والكنيسة موجودة مرة تاني الوقت مثل هذا ده الانتفاضة اللي حصلة في الكنيسة ده الروح اللي بيتحرك النهاردة في الكنيسة حقيقة ده اللي حصل في الشباب فيه نهضة في شباب الكنيسة العربية لأن فيه حاجة بتحصل فيه صلوات نارية في أمور خارجة الآن من الرب فيه شعب الرب لانتفاضة للقصد بيعجبوني الشباب لأنه بيدوروا على الحقيقة بيدوروا على حاجة حقيقة ولو حاجة مش حقيقة بيبيعوا القضية واللزيز في الملكوت إنه الحقيقة بتاعت الكلمة الحقيقة بتاعت فالشباب النهاردة بيقف ويبنطفت بيقول فيه حاجة حقيقة على حياتي فيه تأثير لصلواتي فيه تأثير لوقفتي عارف يا دكتور فيه في إشعية كمان في إشعية 42 وعدد 22 بيتكلم على إبليس عمال يفتخر هو عمل إيه وجاب إيه وبعدين وقال إيه وليس من يقول كفا يعني هو بيفتخر بيعمل 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 عشان ما فيش حد بيقول لا تمام في إشعية عشرة قوية أقول أنا نهبت زخائر الملوك حططت الملوك كبطل نهبت زخائر الأمم رئيس الأرض كلها نهبت زخائر الأمم حططت الملوك كبطل جبت الملوك حلقة اسمها إيه ملوك وكان يعني انتخر على الملوك عشان الملوك مش واخدين مكانهم بالزبط نهبت زخائر الملوك حططت الملوك كبطل ولم يكن فاتح فم يعني ما حدش فاتح بقه ولم يكن مصفصف يعني حتى بيطلع صوت خفيف جدا زي العصفورة بالزبط يعني ولا حتى طلع حتى بكتر إنهاك بسأل نو لعدو الخير فالصوت اللي خارج من الكنيسة فيه ناس كثيرة بتحبش تطلع صوت أنا بصلي جوايا حلو قوي أننا بصلي جوانا وياما أنا بصلي جوايا بس جاء وقت في بعض أحيان أنك لازم تطلع صوت وده أنك تسمع صوتك وانت بتعلن ملكوت الرب على أمور وعلى أحداث وعلى بيت وعلى مناطق وعلى أمم وعلى شعوب وعلى أمور وتسقح ده مش مضربة الهوى ده مش مضربة الهوى لأنه كتاب مؤدس بيحكي عن أمم وشعوب وتأثير كنيسة الرب وصلواتها على الأمم وشعوب لو نطلع على الآية دي حضرك قلت هي أشعية عشرة أشعية عشرة نعم إن دي مفتاح نعم أشعية عشرة غالبا أربعتاشر عدد أربعتاشر أشعية عشرة بدءا من 13 ده إبليس بيتكلم بصورة نبوية في العهد القديم قال بقدرة يدي صنعت بحكمتي لأني فهيم نقلت تخوم شعوب نهبت ذخائرهم حططت الملوك كبطل فأصابت يدي ثروة الشعوب كعش وكما يجمع بيت مهجور جماعة أنا كل الأرض رئيس العالم لم يكن مرفرف جناح ما كانش حد بيحرك الروح جواه ده بلغة العهد الجديد ولا فاتح فم ولا مصفصف ولا حد بيطلع صوت كصوت خفيف جدا 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 جمع كل الأرض وما حدش حرك جناحه وما حدش فتح بقه وما حدش طلع صوت سويا نقل التخوم نعم يعني هو بينقل التخوم أنت ربنا عايزك تعمل الحاجة الفلانية ويروح نقلك لا أنت مش تقدر تعمل حاجة دي مش بتاعتك بالضبط أو يجي لك حد ويقولك دي مش بتاعتك من إبليس مرسل من الإبليس تمام دي ترجع للعنات والبقارفة إحدى اللعنات اللي كانت على جبل عبال الشعب كان بيطلع على جبل عبال وإحدى اللعنات اللي كان بيلعانها على الكومة القديمة يقول كده ملعون كل من ينقل التخوم تعالي نتنقل العهد جديد إيه تخوم الكنيسة النهاردة إيه حدود الكنيسة النهاردة الأرض وملئة أقصى الأرض لما يجي إبليس يقولك لا 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 حبيبي أنت ملكش أقصى الأرض حبيبي أنت عيش على قدك على قد الحافك مد رجليك ودي مش آية فعيش على قدك عيش أنت حجمك صغير إفضل حجمك صغير خاف نحسر في نفسك شوف نفسك شوف مشاكلك ده بينقل التخوم وابن الرب وبنت الرب محتاج يوقف يقول في لأ ملعون اللي ينقل التخوم لأنه تخوم كنيسة الرب إلى أقصى الأرض ويرفع إيديه من أجل ملكوت الرب اللي يأتي ملكوتك ومشأت كما في السماء كذلك على الأرض ده تشريع خلي أديك مثال كتابي وبعدك أسمع سؤالك اللي جاي يشوع في يشوع عشرة يشوع قال جملة غريبة جدا ما سمعهاش من موسى ما سمعهاش من حد كان في حرب والشعب بيتقدم وعشان الشعب يتقدم كان لازم اليوم يكمل واليوم كان حيخلص فالشعب كان حيوقف تقدم فمن أجل أن اليوم من أجل أن الشعب يتقدم كان يشوع محتاج أن اليوم يتول حاجة لم تسمع من قبل كتاب مؤدس يقول عليه كده في يشوع لم يكن يوم مثله سمع فيه الرب صوت إنسان وقف يشوع وشرع تشريع غريب جدا يا شمس دومي واو يا شوع الابن الصغير لموسى الغلام بتاع موسى وقف في هذا الموقف من أجل امتداد الملكوت ومشرع تشريع غريب جدا يا شمس دومي ويا قمر دوم يقولك فدامت الشمس ودام القمر فطال اليوم فانتصر الشعب مبدأ صغير يمكننا أن نشرع تشريعات فقط من أجل امتداد الملكوت حلوة دي فقط من أجل امتداد الملكوت نعم يعني خلينا ناخدها بردو من الناحية الشخصية لامتداد الملكوت نعم يعني كنيسة فهمنا الوضع ده نعم طيب تشريعات شخصية لامتداد الملكوت ساعة مثلا شخص يكون دعوة ربنا على حياته أنه يطلع مثلا في خدمة في بلد معينة نعم يجي ناس ثانية يقولوا لا أنت مش هتروح البلد دي البلد دي فلان وفلان بيخدم فيها أنت مكانك هنا ومش هتخرج برا هنا ويكون الشخص ده عارف أن دعوته لهناك ويكون سامع من الرب كويس يكون واخد كلمات قوية يكون عارف أن الرب عايز يبعثه للمنطقة دي وللحتة دي ده تطبيق عملي لأن الشخص ده بياخد من تخومك عايز ياخد من تخومك اتسألت السؤال ده طبعا بيبقى فيه خلفيات ممكن يكون أشخاص مش عايزين يروح هذا المكان أو القصة كلها الدوافع الشخصية بتاعة قلب هذا الخادم هذا الخادم ورا الرب هذا الخادم مش بيبني ملكوته شخصي مش ماشي ورا خداع شخصي على علاقة أكاونتابل له علاقة أكاونتابلتي فيه أخرين حواليه بيؤكدوا الدعوة لعلى حياته إذن الدعوة لعياته حتحصل حتحصل فبيرفع إيديه في قطة من أجل تتميم الدعوة من أجل فتح الأبواب ومن أجل الأبواب تتفتح بطريقة الراب مش ما يعملهاش بطريقة جسدية مهم جدا لو لأن فيه حرب على دعوته فرد فعله يبقى جسدي فحيلخبت دعوته حيخسر دعوته فمهم جدا أنه بيشرع من أجل تتميم الدعوة لعلى حياته كم مثال أنا في يوم الأيام لما الرب دعاني أول خدمتي فيه أواخر الثمانيات في أولا تسعين للسويس جالي خادم مشهور وقال لي نادر ما تروحش للسويس ليه ما تروحش للسويس قال لي السويس مدينة صعبة ماشي ودي مقبرة للخدام فما ضيعش وقتك فيه مع كل محبتي وتأديري لهذا الخادم أنا رجعت وعملت تشيك مع الرب يا رب أنت عايزنا يروح كده هو ما كانش جواه حاجة شخصية ما كانش جواه حاجة دافع شخصية هو كان بسبب محبته بالضبط زي بطرس بالضبط أه بالضبط حشاك يا رب أنت موت بالضبط فجالي بهذا الروح اللي بيحبني وقال لي ما تضيعش وقتك هناك لكن الحقيقة أن الدعوة كانت حقيقة أني أروح هذا المكان والحقيقة أنه برغم صعوبة المكان الرب ثبت حاجات كتيرة في هذا المكان وما زال عمالة بتحصد حاجات وآخرين عمالين بيتملوا في هذا المكان وخدام كتير طلعوا في هذا المكان نهاردة بيقودوا العمل هناك فالله أنا عايز أقوله أنه الدعوة بنقف من أجلها 100% المهم من الدافع والمهم من نعملها إزاي بالضبط والدعوة هي التخوم نعم الدعوة تخوم نعم أمين لو نقلنا على موضوع تاني الموضوع التاني هو دور الملائكة في حياة كخدام للمؤمنين نعم دور الملائكة لذيذ قوي الملائكة بتتحرك حيث ما وجد يسوى نقطة أساس نقطة لأنه الآن ترى السماء مفتوح الملائكة صاعدة ونزل على ابن الإنسة فالملائكة مرتبطة جدا بحضور يسوع آية أخرى في عبرانين الملائكة أرواح مرسلة لخدمة القديسين ليه مرسلة لخدمة القديسين لأن يسوع فيهم ولأن يسوع فيهم ففي حركة للملائكة فالملائكة بتتحرك على يسوع الموجود جوى القديسين جوى ولاد الراب كل حد بيستمع لحضرتك كل حد بيستمع يسوع فيه لأن يسوع فيه هناك حركة ملائكية مصاحبة ليه مستعدة للحركة مستعدة للشغل مستعدة للحماية مستعدة لكل حال لكل أمور رب يكلفها بيه أو ودي نقطة مهمة أو بتسمع ابن الرب بيطلبها وبيقولها بسلطان في آية جميلة في مزمور 103 تقول ملائكة الرب المقتدرة قوة الفاعلة أمره عند سماع صوت كلامه أوكي فاحنا اتفقنا دلوقتي في ملائكة حوالين الرب يسوع الساكن جواكي ففي ملائكة تحيط بيكي مش علشان حضرتك لكن علشان يسوع الساكن فيكي ففي ملائكة محيطة أو الملائكة دي تسمع كلمة الرب اللي خرجها من فمك هي بتفعل أمر الرب لما تسمع صوت كلام الرب خارج من فمك اللي هو أمر الرب المعلن أمر الرب المعلن آية حق كلمة الدعوة على حياتي يا رب كمثال نرجع للدعوة مرتين يا رب من أجل الدعوة على حياتي أنت تشدد قوتي ماشي دي الآية دي في مشيئة الرب مؤكد في مشيئة الرب ما هو الاستجابة بتحصل أني بصلي صلوات في مشيئة الرب بحسب كلمة الرب فعجب تصلي يا رب من أجل الدعوة على حياتي تجديد تجديد لنفسي تجديد لقلبي هل ده كتابي؟ ده كتابي 100% تعمل إيه الملائكة؟ الملائكة بتسمع صوت كلام أمر الرب اللي خارج بكلام الرب من فمك أنت فدي تتحرك من أجل فتح الأجواء لتجديدك تبعث لك ناس يساعدوكي تبعث لك أمور تشددك يحرك الأحداث كلها للخير ناس كثيرة حافظة الآية في رمية 8 كل أشياء تعمل معها للخير لذين يحبون الرب ماشي ويتصوروا أن ده آية كده يعني أوكي فين؟ ولما ما يشوفوا هاي شيء ما سمسوا شفايفهم يقولوا فين الآية دي؟ ما حصلش كل أشياء تعمل معها للخير الآية دي موجودة عشان نقولها فتصوري حضرتك واحد قاعد في قطة والظروف الأبواب مش مفتوحة هذه الأيام في الشغل كان بيشتغل شغلانة والشغلانة مش مريحة بس قاعد في القوضة يسوع فيه الملاكة بتحيط حولينه يسوع اللي ساكن فيه فبتدي يقول هذه الآية بس مش بمصمصة شفايف لكن بتشريع يارب أنت قلت كل الأشياء يعني كل الانترفيوهات اللي جاية كل الأشغال اللي حولها كل الأشخاص اللي محيطين به كل الأشياء تتجمع معها وتعمل معا للخير لأني بحبك لأني مدعو حسب قصدك الملاكة تسمع هذا الكلام ده أمر الرب ده مش كلام رأفة ولا كلام مجدة ده كلام الرب بس خارج منطوء من فمهم بس ده أمر الرب فبتدي تحركوا عشان يجمعوا كل الأمور للخير لرأفة أو لمجدة لأنهم ملئكة مقتدرة قوة فعل أمر الرب عند سماع صوت كلام الرب خارج من فم واحد اسمه رأسة أو واحد اسمها مجدة أو أنت أو أنا بالزبط بالزبط يعني أنا أفتكر حاجة حصلت معنا كنا سايقين أنا وفيكتور والعائل وكان عندنا فان والعائل صغيرين وقلوا فساد أن العربية اللي قدامنا حصل فيها حاجة والطاير ما كانتش عربية هو كان تراك كبير فكان العجلة بتاعتها كبيرة جدا وبصينا لقينا أن العجلة دي طايرة وهتخبرت في الإزاز بتاع الفان بتاعنا كلنا صرخنا يا يسوع مجرد ما قلنا كلنا يا يسوع بصينا لقينا يعني حودت حودت كأن إيد حودتها وجابتها على ناحية تانية خالص من الفريوي ولا حد تقاذى وعدنا بسلام كصة تانية وأنا عايزة فيها تفسير دي لما رحنا العرق كان فيه واحد يزيدي أهله خطفهم داعش وكان الأب عمره 105 سنة الراجل كان مستني أهله يرجعوا يستني أهله يرجعوا ما رجعوش عدى وشاف كنيسة من وراء وعليها صليب ولا أنا هطلع أشوف الجماعة المسيحية يندور ممكن لو صلوا معايا يحصل حاجة رح تطلع قال لهم أنا أبوي عمره 105 سنة وأبوي مخطوف ليه فترة كبيرة هو وأمي وكل عائلتي جوهم قدوا البيت كله وأنا كنت في الشغل تقدروا تعملوا حاجة قالوا إحنا هنصلي ابتدت الكنيسة تصلي والراجل روح ومشي الأب اللي عمره 105 سنة وهو نايم يجي له يسوع واحد لبس أبيض وراح أقال له أنا نور العالم وبكرة الصبح داعش هيتردوك أنت وكل اللي موجودين في القوضة دي وهتلاقي فان جاية بعد ما هيرموكم على الاسفلت في فان هتيجي هتاخدكم وهتوصلكم لبيتكم فقام بيقول اللي معاه قالوا أنت راجل عجوز أنت مخك خرف خلاص نام نام الصبح بدري جم داعش ورحوا برجليهم خبطوهم وطلعوهم من السجن ده وزابوهم على الاسفلت شوري ناف فان عدت خدتهم كلهم ووصلتهم بيتهم وبعد ما وصلوا البيت بيبصوا عشان يشكر الراجل لقوا الراجل والفان اختفت دات وز ملاك الرب سمع صوت القدسين وهم بيصلوا لانقاذ الراجل ده وجم والعيلة دي كلها أمنت بالرب يسوع ده دور الملاكة لما كنيسة تعلن وده دور الكنيسة لما كنيسة صلت سفر الأعمال رب أرسل ملاكه وخرج بطرس من السجن نفس قصة ما زال يسوع أمس واليوم وإلى الأبد ما زال يسوع النهاردة قصة العراق دي هي هي نفس القصة بتاع كتاب مؤدس بس بتحصل من أجل خلاص النفوس أمين أنا شخصيا عايزة أمتلك كل الحقوق اللي ليه وكل المعود اللي ليه من رب وكل حاجة الله عندها ودعوة لحياتي تتحقق وإبليس ملوش فيها أي سلطان نعم فهبتدي أن أنا أتكلم بكلام الله من وانا نايمة نعم من وانا نايمة بالليل أبتدي أتكلم وأعلم بسلطان الله وأتكلم بحب مع الله أتكلم معاه ككهنة وفي نفس الوقت أتكلم للظروف كملكة نعم لو أنت بتمر بظروف صعبة وحاسس وحاسس أن ليك حق في الأمر ده وإبليس عايز ياخده منك كأنك بتشده من بق الأسد في مواقف معينة بيبقى إبليس عمال يشد والمؤمن عمال يشرع ويتكلم ويقف بسلطان نعم والانتصار بيبقى أكيد نعم إديني مثل وحدد مثلا بحدود المساكنهم بسي المواجهة بتحصل وربي بيدي كلمة أو بيدي آية بيذكر أرواحنا بكلمات أو بآيات لازم تخرج بروح تشريع يعني بروح ملوكية الملك الملك مش بيخرج قدام الشعب يطلب منهم حاجة الملك بيقول ليكن آه الكاهن بيطلب من الآب الملك بيتدور للظروف وبيطلق سلطان تنفيذي أو تشريعي وبيتكلم بسلطان ملوكي ليكن في فرق ما بين اللغتين فلغة الكاهنة لغة تسبيح طلبة تشفع صلوات توبة طلبات لغة الملوك لغة متغيرة خالص والرب دعانا للاتنين لازم اللغتين يبقوا موجودين جوانا فأنا بطلب بصلي طلبات فلنفض بمر بزروف حاجة حاجة في بيت حد من أشخاص اللي بيستمعوا لنا ماشي فبيطلب من قدام رب يقف قدام رب يا رب حبك يا رب مرحمك يا رب قدستك يا رب أنت أبويا وأنا ابنك ومشين مع بعض وفيه رحلة وحبك يا رب شايف الموضوع اللي بيحصل فبفرش قدام الرب أو رائي بالضبط أو رائي بعد كده أنا خلصت هذه الطلبات خلصت هذا البعد من تقديم طلبات وزبائح قدام الرب بتدور للغة أخرى اسمها ملوكية اللي فيها بقى لا سلب لولادي اللي فيها إبليس اللي دخل ليس له حق اللي فيها دم يسوع يحرق كل أصبع إبليس حطه على زهن زوجي أو على زهن أو على البركة اللي في حياة هذا البيت وقفى الباب البركة اللي فيها اللغة لو جازت تعبير التون بتاع صلواتي بيتغير إلى لغة ملوكية الملك ما بخرجش قدام الشعب قلوهم يا جماعة مش عارفين نعمل إيه الملك بخرج ومدام الشعب يقول قررنا فأنا بخرج قدام الملك بإدراك أنه فيه كلمة من الرب وفيه مقاومة من الشارع مقاومة من الحياة الطبيعية ضد كلمة الرب أصلا سيستم زي أيام دانيال مازال سفر دانيال سفر نبوي أنه بيحكي عن بابل وملكوت الرب فبابل تعمل إيه؟ تشرع تشريعات أنه محدش يصلي زي ما حصل أم دانيال محدش يطلب أي طلبة إلا في الأرض دانيال عمل إيه؟ فتح النافذة وقعد ثلاث مرات في اليوم كعادة كل يوم أنه يعمل كده موجه تجاه الحضور الإلهي القصة كلها أنه فيه سيستم في الأرض دايما مضاد لتحقيق الوعد ورب يدور على دانيال في كل حد فينا يقف من أجل تحقيق الوعد بسلطان ملوكي لما تبص على علاقات دانيال مع باقي الملوك نبو خز نسر وبالتشسر وكل مملكة مادي وفارس تحسين دانيال هو اللي السلطان مش بالتشسر لما تحط في جب الأسود الملك كان هو الألقان هو المضطرب دانيال في جب الأسود والأسود حواليه أبكم رب أرسل ملائكته بمناسبة الملائكة وسد فم الأسد والملك اللي هو المفروض ملك بس أرضي مضطرب طول الليل وجاء الصبح بادي يشوف هل أنقذ إله دانيال دانيال ولا لا فلما تبصي في العلاقات تجد دانيال ليه السلطان أكتر من ملوك مادي وفارس لأن دانيال بيعرف السيستم بتاع الأرض خاضع لسيستم الرئيس الكهنة وملك الملوك الواقف قدامه فبيطلع تون مختلف طلع كلمات مختلفة الحقيقة دكتور الكلام ده عملي وده حق إلهي وكل اللي بيسمعه وكل اللي بيتعلمه بيلاقي انتصارات في حياته وهنشوف انتصارات في حياتنا الشخصية وانتصارات في الكنيسة وانشوف ان الكنيسة بتاخد مكانها وقت البرنامج قراب يخلص بس بفكركم لو عايزين اللينك بتاع مسحة ياهو اطلبونا وهندهولكم ازقر لمراسك برضو هندهولكم تابعوا برنامج الدكتور نادر شوقي على قناة الكرمة والعلانات والوقت ده معلن وانتوا دايما بتعلنوا في البرنامج الحلقات والموعيد كمان الحلقة دي المفروض انها هتتعاد لسه مجاليش من الكنترول هتتعاد امتى على الشرق الاوسط في معايد مناسب علشان ده معايدنا هنا في امريكا لكن اتمسكوا بمراسكم تعالوا ان احنا نعيش بسلطان الملوك والكهنة نقف امام العرش ككهنة ونقف امام العالم بسلطان ملوك واولاد الله احبائي الى اللقاء في حلقة اخرى وبرنامج من القلب للقلب رحلة دموع وصعوبات وتحديات تعب ومرار حولها يسوع انتصارات واختبارات في الإيمان حاسس بألمنا من غير حتى كلامنا يجي بسلام لمسة حم من القلب للقلب من القلب للقلب